نخف شواء عمو نصور لسه ما بتديناش لعمي أنا يا دوب بدوق ايه ده عمو نصور اهلان مين عمل كده اللي عمل ايه اللي عمل كده ايو صحيح عمو نصور مين عمل كده ايو صحيح مين عمل فلم هيكون مين يعني ايسا كل السنة وحنا طايدين اهو استنى بقى كل السنة وحنا طايدين انت اللي عمدي علشاني؟ زي ما انت عملت كنت عليشي اوها تكونوا طفيتوا الشام قبل ما يجي وده اسموا كلام برضو يا دكتور اختك فيمي هتكون فيمي يعني بالزاكف القدته لا ده مش وقت مزاكرة خالص خش وليلها خطيبك وصل طب وقت زوتك بلعس انت اسمعك وانت فتح سيد راكاوي كده ايه انا ما بتسمعني وانا هخاف منها يعني ايه الدوشة دي اه سوري حبيبتي انا ما عرفش ان انت بي ايه مزاكرة ايه جماعة ايه مزاكرة ايه جماعة يلا يلا تعالت في معانا الشام يعني هو مزاج يا ماما مامتحنا دي المجلستير خلاص قربت بقولكو ايه لما تيجوا الطفي الشام عبونادهم ايه المعاملة دي اوهاكملنا انا يعني هاتيب العب والأم اوها تصوتك حسن تخرج لك تاني يلا هي اول ما تسمعنا بانطفي الشام حتخرج لوحدة يلا يا منصور يلا 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 يا عيسى اهههه يلا يا عيسى يلا يا عيسى نعم موسيقى 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 كم تردون؟ سبعة وعشرين او بلد ثمانية وعشرين واحنا مع بعض طيب ممكن هتلب منك طلب طلب واحد بس عشرة عشرين مية انا السنة الجاي مش عايزك تجديد ابتوق هم العايزة ايه عايزة تستنقب بس كده حمد انا عيالك موسيقى قدامي روبعة ساعة واوصل لقطالي معلش لا عربيتي لسه في استيامي انا ركت باقوفر لا ها لكده كده كده قوي موسيقى طب سلام؟ في ايه؟ موسيقى عربية لورانا ماشي يا ورانا الاول ما تخرج طب اجري بالهم بسرعة مخيز اتعرف يوم؟ مش وقته دلوقتي هفهمك بعدين بس اجري منهم واتي كلتا عيزوا بسرعة لو سمحت موسيقى موسيقى لا 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 اخب خلالي يا عاج خلالي لير جاي موسيقى هاااااااااااااااااااا أنا لها سوئ iration كبي إiar où Bluetooth اه اه معلش هتبقى كويس اه معلش اه ما كنتش فكرة ان الدنيا لسه فيها رجالة زيك كنت هتموت نفسك عشان واحدة ما تعرفهاش منه لله بقى ابوي هو اللي عودني على كده اه ما تقلقش المساكن اللي ادتوا لك مفعوله سريع اه وهربط لك دراعك درواتي وهتبقى كويس اه اه بالراحة 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 حاضر اه انت دكتورة او ايه تقدر تقول نص دكتورة نص دكتورة اه ازاي يعني اه خاركت من ربعة كب خاركت حصة سير وسلوك او ايه تقريبا سنب جد انتها انتفضلك سنتين اه حكاية مش عايزة فتكرها دلوقتي ومش وقتها اما منك انا عايزيني اجو كده اكيد اتنين بلطاجية بعيتهم علي ابن جوني او زي لا يرحمه فاكر نفسه هيعرف ياخد مني بالعافية اللي ماخدوش من المحكمة انت يا ارمالة؟ من سنة اه اتجوزت راجل اكبر مني في السنة وكان غني هو اللي خليني سيبت كلنا مراته وولاده فرحوني ما خلفتش منه يعني عشان ما اجبلهمش حد يشاركهم في الميروس مكنوش يعرفوا ان ابوهم كتاب للشركة ونص املكوا باع وشارع قبل ما الموت اه بس انت لازم تبلغي البوليس عشان ما يحاولش يزيك تاني اكيد هعمل كده هروح اعمل محضر بس انا لو احتقتك هتيجي تشهد طبعا انا تحت امرك طب هعمل لك حاجة تشربها لا 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 مانوش داعي اه انا تأخرت وزيب انا بويقلي علي لا ماينفعش لازم تشرب حاجة معلش خليها مرة تانية بعد اذنك اتفضل مع السلام مع السلام اشتركوا في القناة موسيقى 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 ساني واحد مين حضرتك انا ام JP انا بدور علي عيسى الفئه والâte言 تجيه زياراته لا أنا صارة خاطبته هو ما خاطبه وكمان خاطبه ومن زمان من زمن قوي علي فكرة اوكي وانت عرفت عمال الشركة منين؟ وانا مش هزيبه اشتغل في الشركة قبل ما ديني عنوانها يعني واضح انك بتقري عليه قوي بقول حريك خطيبي من زمان من اول ما اتولدنا تقريبا طيب طالما انت جاية تسألة علي جاية تظهر علي في مكتب صحبة الشركة ليه؟ وانا ما معرفش مكتب هو فين وبعدين كنت فهمت يعني ان صاحبة الشركة دي متبنيه شوية لو من دول هي فعلا متبنيه قوي وحليك مين بالزبط؟ علاء المالت موضيلي الشركة متعرف عيسى فين دلوقتي؟ ايه هو زي ما انت توقعت بالزبط مر صحبة الشركة ها في حاجة لسه مش فهمها في الشغل؟ قديني براجع كل التفاصيل اللي ادهني يا أستاذ عليك او بس دي التفاصيل اللي قالك عليها عليك لسه شولك معي أنا هيكون أصعب شوية أصعب من كده؟ ما تخافش مش هجريلك بي دلوقتي سورة ما عليش ما عليش أصلي كنت فاكراك لو واحدك سورة خاتبت يا منا قافك ريها شفتها في الاسم لما جيت أخرجك من هناك طيب الحمد قولنا إن حضرتك من ستينيش طيب يا عيسى زي ما اتفقنا ولما اتخلص عادي علي خبر ممكن أفهم السدف دي كانت عندك بتعمل ايه؟ عندي دي شركاتها خشي أي حتة يا عايزاه أيهوش مانا حتتك أنت بالذات وإيه بها اللي انتوا اتفعتوا عليه وبتفكرت بي عبل ما تخرج سورة هو أنت عامل علي كرسة لا أنا جاي بارك لك على الشغلان الجديدة فكرتني بومي لما جات مع المدرسة أول يوم الله يرحمها بس ما قدرتش تيجي معك كل يوم أصدق إيه؟ شوف لي شغلان معك هلو هم هنا أيوة هو مش هت عايز تتجاوزني بسرعة؟ خلص مرتبك على مرتبي هنصعب بعض وهننجز يبقى لسه أول يوم ليه هنة الشغل وقولهم خدوا خطيبتي شغلوها معي إيه؟ الهنم مش هتوافق؟ وطي صوتك زي الفريق ما بتحب الشريك؟ لا وعلي أنا أروح لها دلوقتي أقدم استقالتي وانزل معك فقولك يا عيسى من غير تهديد قدامك أسبوع واحد تفكر فيه يتشغلني معك هنا بالزوء يا إما والله العظيم هنطلك هناك كل يوم بالعافية يا رب تكونت طمينتي على خطيبين طمينت؟ ده المدف للتلاطين من شركة الشواربي أنا جبت أولي كان برح بس كنت يبشيتي كنت فكريهم هيبعتوهم على حد من عندهم لا ما هم يعرفون من منين؟ يعني كنت هشتغل عندهم بس ما حصلش نوصيب طب الحمدلله الحمدلله لأنه محصلش نوصيب لا مقصودش يا عيسى بس لو كنت اشتغلت معيهم ما كنتش هتشتغل معي أستأذن أنا؟ عيسى رايح فين؟ راح أستاذ علاء أستاذ علاء مديني الشغل أكبر من حياتي عايز يثبت لي أني مقدرش أعتمد عليك مستغرب ليه؟ عشان بقول الحقيقة أنا حاسس أنه كرهني من ساعة مجد هنا مش مهم هو يكرهك المهم أنا حفاك طب حيث كده خليه خفة عليها شوية لا، أنا عايزك كده تحت ضغط الشغل عشان تأكد لي أن كل اللي بعمله عشان يدي انت تستهله أبنى يا ستور أنا أستاذ لا، أستنى عايزة ده مفتاح عربيتي افتح شانتة العربية هتلاقي فيها شان هتلابس كتير أبعد حد يجبهم لك؟ لا، يجبهم لنفسك أنا نقتهم لك كلهم على زوجي يا ربي هجبوك هو أنا بلبس وعش؟ لا 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 خالص بالعكس أنت بتلبس حلوة قوي بس أنا بحا عايزك أشيك رجل في الدون أنا أعسف مش هقدر أبله داليا ما ترد؟ ماشي مش هسيبك على فكرة ماشي يا عايزة حلو قوي ده تمام قوي كده إيه فيه إيه؟ صوت جايب لغاية آخرت دي مش عارفة عايزة قالي إن صافي المأمورية شغلة في اسكندرية ومش بيرد علي هتلاقي مش هولم في المأمورية؟ ولا تفتكري يكون مع الست هاني بصاحبة الشرك بقول لك إيه؟ إهباطي شوي يلا تعالي تغدي معي وهتلاقي بيكلمك دلوقتي آآ طبعا عشان يكون لي حي أخبها في أي حتة انتي مفيش فايدة فيكي بقى أنا هروح أتغدي لوحدي عايزة ماشي يا عايزة ماشي يا عايزة فكرك يعني أنا مش هعرف أنت كنت فين؟ ماشي طب إيه رأيك بقى لو رنيت عليها مش هرد عليك بشوف مين اللي هيعبرك عايزة ألو مين معي؟ أي ده؟ لا أنا كده عايزة على أنا فكرة لسه ما سيفتيش رقمي الحدي دلوقتي؟ أنا ياسر يا ستي ياسر بتاع الموبايل اللي ما تشتقي ديه بدل الكسر آآ وعايزة بقى يا عم ياسر بتاع الموبايل نفيش يعني حاس أن احنا لسه مخلصناش كلامنا إيه رأيك أنا عندي مكان لطيف جدا ممكن نقعد ونكمل كلامنا برحتنا لا انت باني عليك فائق بزيادة بص بايا عم ياسر يا بتاع الموبايل أنا عايزةك تنساني خالص زي ما أنا كنت نسيك كده بالظبط ولا علمك أنا جبت موبايل جديد يعني ممكن أعملك بلوك في أي لحظة بلوك ليه بس؟ لسه بادر يواع الموضوع البلوك وبعدين لما تواضي معي وتسمعي كلامي ممكن رأيك يتغير صح؟ لا معاليش هستانة موفرة ودانية ياريت انت كمان بقى توفر لسانك وتفكك مني خالص ألو 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 مش يا عايزة جيت السوقنا قبل كده؟ ثلاث مرات تقريباً أنا كنت باجيك تسيق مع رحلاتك كلية تابو أنت إيه اللي خلاك تسيب كلية قبل ما تتجوز؟ ما فيش يا عيسان وبابايا ما كانش يلاقي شغل وموما كانت محتاجة تتعالج برا واختي كانت محتاجة تكمل كلياتها فجأة لقيت نفسي عشان أنا الكبيرة لازم أنا اللي أدفع التامن أتجوز الرجل أكبر مني بتلاتين سنة ودي التمن لأيالتي كلها أيا بس التمن ده أنت أخدتي بقيت سيدة أعمال وصحبة أوتيل أنا متجوزش حسينة عشان فلوسه أنا متجوزت حسينة عشان أعيش معاه دنيته لأن دنيتي مكنتش عجبينة أيا بس كده الصفقة ما تبقاش خسرانة أنا كنت بقول زيك كده بس حسين كان بيحباني أولا وأنا ديته كل حاجة بس اكتشفت بعد ما ميت إننا عندي حاجات كتير أولا لسا مدتهاش لحد عارف يا عيسى أي ست بتفرح لما بتلاقي راجل بيحبها بس ما بتلاقيش نفسها بجد جرمع اللي هيا بتحبها أعطيها بك ساتة جد لها الوقت في لما بينا؟ أم جدا أم قادي شوير ها تخبيرك ساعة خير في حالة؟ بس وفي حالة مش عايز يرد عموبايلك؟ ما شاء الله ما رد اه دي مين بعلت أعلان عليك ومش معبرك الا اول مش وقتك خالص على فكرة تعرف حالك هيتصلح امت بجد؟ لما تحب بجد؟ مش لما اعرفها الاول عشان اعرف احبها او لا دي البنت بتاعت الموباي المشكبة؟ خلينا في الشوال الحسن الفايل معاك دا يا سيدي العرض المقدمة هول نعمها غزالي انخص بالمنافسة ارتي؟ بصراحة حيثت شطرة جتة وافتكر ان عرض زي دا منرفضوش؟ يعني هي كسبنا ها؟ ونقول بقى باي باي لناعيم بس نعرضو على الشريف الاول؟ لا الشريف اليمون دول مشغول بعي امراته مش يوافق على المنافسة دية تراهم موجود فيها مها فمش يوافق على اي حاجة هي هتقدمها انت هوا انت كده مضيت خلاص؟ لا يو المنافسة دية هي الحسن الوحيد اللي قدر اهن عليه جميل دولت فضلي موسيقى 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 هو مقالكيش ان هو بايت مع الهانم في الهانم السخنة ولا ايه؟ هانم مين؟ مع هانم طبعاً، عندنا كم هانم؟ هانس السعره انت سمعني؟ ايوه اسكندرية ولا الهان السخنة؟ ايه ده هو قالك اسكندرية؟ معليش حاجة انا اللي بسأل حضرتك لا الهان السخنة والله علم بقى هيرجعه امتى؟ جاز الجو هناك يجبه ويطوري ومين تلاته ايه محاشتيني ايوه ايه؟ اسبيني واي فعل باب؟ كنت فين؟ انا قلتلك كنت في اسكندرية كداب صارة؟ كنت في الهان السخنة مع الهانم اللي عايزة تشتريك بفلوسها انا عايز افهم انت جايلي دلوقتي ليه ها؟ اتفضل اروح لها اروح لها خليها تشفع بيك شكلك اتصلحت مع مها وبعتك لينا انا سبت الشغلة عندما ليه؟ نصيب انا لفت على جهز الشركة قبل ما جيلك انا وبصراحة كلامك ليه اخر مرة هو اللي شجعني ان انا ممكن لأي اوزيفة عندكم او حتى تحطوا ايت انجليست أكيد طبعا بس هو أنت يعني سبت معها خالص أنا قدمت استقالتي وهيا لسه ما ردتش طب ما هي جايز ترفضها حتى لو رفضت مش هيدت ما أرجع أشتغل معي واضح أن فيه مشكلة كبيرة قوي حصلت بينكم أنا قصلي أنا مش هسألك على أي تفاصيل دلوقتي أنت مش عايز تقولها على أقل دلوقتي يعني بس أنا الأول عاوزك تصافي كل حاجة مع مها عشان ما تقولش يعني إحنا خدناك منها ما تنساش إن فيه شراكة ما بيننا أنا عارف ده السيدي بتاعي لو حبيتي تقدم لي أسر به أنا عندي السيدي القديم موجود أقصد يعني حلق إيه هنا ولا هنا أو في شؤون العاملين يعني خلينا في الجديد أنا أصلي ضفت فترة شغلي عندما فيه طب تمام أنا أصلي ضفت فترة شغلي عندما في أقل دلوقتي شارف أولا كبير دلوقتي أحبت للمسي تغيب في الجديد أفعني قلت يا تسادي أنا أصلي طفل موسيقى يا باب انت هتنقق عليها وانا لسه خلي شغل لا انا مش بنقق عالشغل انا بنقق عشان سارة مالها سارة سنتر طهالك ازاي يعني؟ يعني جبتها كده وحطتها في السنتر وكل اللي عليك انك تنزل تشوت وتجيب جوا انت متأكد؟ ايه لا متأكد هو انا عمري قلتلك حاجة وما حصلتش وانت عمرك قلتلي حاجة وحصلت اصلا اوه ديك اعترفتب نفسك طب فهمني عملتها ازاي دي؟ انا قلتلها انك سبت الشغل علشان خطرها وده معناه انك بتحبها سلاة وقتنعت؟ ايه اللي اقتنعت ده قاعدة مستنى قدلعت عشان تصالحها هتوعبت بس تفية وتقول لي سفيرتو من ورايا وكلام كتير وتوجه علي بماغي لا ده انت هتلاقيها زي البسكوتة تضوب في ايديك من اول بق شاي وبسكوتة سادة يعني مش مع شاي يا جمال يا بابا ايه يا بابا بقول لك سنترتها لك وانا مش هافغر من سنترتها لك دي بس انت اخو اشد حيلك وعطلح قاود عيسى بس صار شكلها نايمة اجي لها وقت تاني مش نايمة صح يا مستنياك انت متأكدة؟ طبعا متأكدة انا سنترت باولك سنترت يا علي هوا مين في كل سنتر؟ انت ولا بابا؟ شوف يا اختي الراجل ما عملش حاجة لو ينسبها الروحه ما علينا المهمة دلوقتي انها من سنتر خشي بقاولولها ان انا جيت حلو ايه لك حلو الباكة ما هي فوقت منها اول ما عرفت انكين ايوه كده بنتي وانا حافظوها بس بقول لك ايه 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 اوه تبدلق عليها كده اوه اوه اروح املكو شي شي ايوه طبعا شي عشان ندوه بالبسكويتا يا ابن اللاعبة منصور صارة عمل ايه حال بتدي بعتي اهدى؟ طبعا اهدى وانا ايه لها هين رفزني مرافو عليكي انا قلت برضو هتقاضي مع نفسكو تعرفي قدي انا ضحيت عشانك طبعا ضحيت اتريك من سهت ما اشتغلت عند الستة هانم يا عيسها وانت عملت ضحي ولا مش راخدة بيني تتوصو دي ايه اتفضل شوف التضحيات العظيمة بتاعتك مين اللي صورني معاها؟ هو ده كل اللي همك؟ مين اللي صورك معاها؟ لكن مش مكسوف من نفسك بعد اللي عملته صاح؟ صارة انت عازم تفهمي ان الصور انا مش عايز افهم حاجة اكتر من كده البداية بريد من صورم مين اللي عملت. عيسى تستمتأكد انك هترجع تاخد الورقة العبيتة اللي انت سبتالي في العن السخن انا مش جاي اسحب الاستيالة هو انت فاكر ان انا هتحال عليك بالعافية انا جاي وريكي دول ايه ده مين لي الصور انا جاي اسألك نفس السؤال معرفش الصور دي اتبعتت على تليفون خاطب دي طب هي مانتلاكش مين اللي بعيدهم نمرة غريبة وعدت تكلمها ومتردش بيتهيالك انا محدش هيسافر ورانا العين السخن المخصوص علشان يرايبنا ولا حد هيقدر يصورنا في القتل بتاعك غير بأمر منك انت تجننت يا عيسى انت فاكر ان انا اللي عملت كده ماه لو مش انت بحد انت عارفها كويس وقصد يوصل لخطبتي بالغلط ان في حاجة ما بيني وما بينك انت اللي قلت له ميصوروني في العين السخنة انا وعايزة وبعدت صور اللي خطبت وانا عارف خطبتوا منها عشان بعطلها صور انت بنفسك قلتلي انها طلبتك وسألتك عنه ما طلبتنيش انا اتصلك برقم الشركة فردت عليها بالصدفة يعني انا لو عايزة بعطلها حاجة ما كنتش قلتلك ان احنا تكلمنا نفس اسلوبك بتاع زمان ما اتغيرش مهى انا بكدبش واتحداك لو عندك دليل واحد بس يقول انها بعطلها حاجة اللي انت بتقولي عليها دي هم المين اللي صورت ما تسأليهم هم كلهم هناك رجالتك يعني حتى لو عايزة تدس عليك مش اعر مفيش غيرك يا عملة من ساعة عايزة ما جيش شركة هنا وانت عايزة تمشي عامل علي يا واصي وحميلي من كل الرجالة اللي في طوليا لا اتطميني انا بطلت العب الدور ده من زمان قوي فبعدين السور دي فيها عشان تخافي اوي كده ملكش دعوة ماشي ماليش هنا دعوة سيبك مني ما اصلا خلينا فقط ليبتو هاد الوقتي لما تعرف ان انت على علاقة بعيسة لاسمح الله يعني اللي دايم ما هو كده عنده فلصة يختار ما بينك وبينك اختارها هي اختارها هي عشان كده ازاب الشركة قريب قوي هنقدمك عالطريقة اللي بتكلمني بها دي ولو تثبتلي ان انت اللي عاملت كده هيكون لي معاك حساب تاني حسابي انت مش هتقدر عليه كنت خايفة متجيش انا فعلا مكنتش جاية بصراحة مش عارفة ايه اللي خليك اتفكرت قابليني من ورا عيسى اكيد وانت جاية فالطريق فكرت في مليون سا احب اسمعك الاول اتحب عيسى زي ما بيحبيني بالزبط طيب ومش طعبان عليك ينسى بالشغل عندي طيب ومسألتش نفسك هو ليس بالشغل عنك علشان ما يفضلش معي ويتعلق بي اكتر من كده لا هو بس مقدرش يتفعلك تمن اعداده في شركتك انا ما طلبتش منه اي تمن انا عرضت على الجواز بس هو بقى اللي حسبها غلط وافتكر جوازه مني هيبقى خيانة لك مع ان انا متأكدة ان انا بحبه اكتر المهم هو بيحب مين فيها انا طبعا عيسى هياخد مني كل الحاجات اللي اتحرم منها وهو معك اه قصدك هتشتري بفلوسك ما تقدرش تفصلي الفلوس عن الحب اليومين دولي انتي نفسك لو جالك راجل غني هتحبي بي الفلوس اللي معه طيب طيب فرضنا انك بتحب عيسى وفرضنا هو كمان بيحبك طلباني لدنوقت عشان عايز اقولك ان انت لو بتحب عيسى بجد سيبيه اختار بيني وبينك فاهمين ومش هيبقى ندل ومش هيبقى خاين لو اختارني انا هو انا خيرته فعلا بني وبينك والحقيقة هو اختارني انا بدليل ان هو ساب الشغل في الشركة عندك انتي عارفة مشكلتك ايه هاني انتي تجوزي راجل قد ابوكي عشان فلوسه من غير ما تحبيه بس ما عرفتيش تشتري الحب ده بشوية الفلوس اللي عندك يعني انا دلوقتي لو كتبتلك شيك بمليون جني عشان تسيبي عيسى هترفضي شفتي ازيكي مش عارفة ترطي لا مش مش عارفة انا اللي بيني وبين عيسى استني استني ايه وعيت اتطرع ده مش افتراط انا فعلا بعرض عليكي مليون جنيه قصاد عيسى وهدكي فرصة اتفكرت شفتي شكرا اشتظر موسيقى 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 صاحبك تنشى باشا الوادي اللي بعتناهوله عشان يدربه بالنار نفذ ولما تأكد ان الرصاصة دخلت في قلبه جري قبل محد يشوفه و بعدين؟ معرفش الارض انشقت وطلع اوهات تانى معرفش منين ضزروا دشالوا و حطوا فعيرده تانى وجيري بيه عالمستاشفى انجز، نات شا يعني اول ما ماتش المستاشفى باشا بينزف ما بين الحيه و الموت موسيقى و انت عرفت المعلومات دمين فعنا بعت واحد من رجηتنا يا راقب الولد اللي بعتناهوله عشان يضربه بالنار هو اللي بيقولي الأخبار أهو البول موسيقى بس احنا كده مش فيه مان يعنا الشهر بروعاش اتهمني باتله ساعتها حضرتك ترفع عليه قضية رد شرف لأنها تهمة من غير دليل تشوي سمعة طيب بقول لك ايه قولي باش ابعت الرجل بتاعنا خليه تقس من بايد لبايد وهو حد يشوفه تلميزك يا كبير الرجل هناك من ساعتها وانتبعني بالأخبار والتطورات أول بقول زي خدمة الأخبار اللي عند ساعتك على المواني واخر حاجة بعتلك ايه صاحبك في المستشفى ما بين الحياة والموت مش لقيله دم عشان فصيل الدمه نادرة يعني حتى لو طلعوا الرصاصة من قلبه برضو مش هيعيش طيب روح انت دلوقتي تحت عمرة كبير حمدل على سلامتك يا حبيب حمدل على سلامتك يا حبيب عملت العملية والدكتور طميني شالوا لك الرصاصة وحوتو خرج على طول بإذن الله الرصاص دي هو اللي حصل هو لحكي حبيبي انت كنت سائل عربية ناس طلوا عليك ترى بوك بالنار لولا واحد ابن حلال ربنا يكرم نقلك المستشفى وببرع لك بدم انا مش عارفة كنا عملنا ايه أرى ما في منها يا حبيب تفدل جنبك لا قيت مطمن عليك أنا هيروح مشوعور ويرجع لك تاني وراني قشكرته أب أرى ما في من راني قصة ارى ما في من راني قصة بروح تجيب شوية حاجات من البيت وقاية حمدل على سلامتك يا نور صافي حمدل على سلام مش كنت نازلة بعد يطلق ياسر الشوارب يتعرض لمحاولة قتل ده مين اللي حاول يعمل كده هيكون مين نعين معقول هيحاول يقتل عشان خمد من المناقصة لأ طبعا عشان حرق له المخازن بتاعته الله ده كده عكد قوي قوي وده بقى اللي قلاني لسه بقولي يا هادي وهنبدأ شور احنا كمان عندنا مشكلة تاني ايه تاني ده لسه بيت للبيت ليه ما تنطق ليه قلت لده مش هسبك تعملني حجة عشان تفضل جنب اختي وهي ليه بتقول كده معرفش بس انا عارفة وانا عندك في المكتب اخر مرة تقريبا تسمعتني لما خرجت شفتها اصلا طيب بقولك انت الوحيدة اللي طارفت رجعها ببيت كلامي بقى معا طب هيا فين دلوقتي والله هيا معنا بص دبوت خد اقولك ايه قلت له ان المبسكلي كان من غير نمر وان الخوزة كانت مخبهة وش الودي اللي كان سايقه طيب عيسى يلي بدو عبود غيرش اقولك خالص في النيابة قصدك يعني لو افتكرت حاجة جديدة يليت مفتكرش حاجة من اصله مش فاهم بص يا عيسى ما عارف ان انت قطر خيرك لها اتني وانقصتني كمان بس انا مش عايز ارد اي معلومة بالبوليس فاهمني انت مش عايز تعرف اللي حاولي اتلك ولا ايه دي مشكلتين وانا هحاولي احلها بنفسي وبعدين يا عم انا مش حايز ارد بك لها ايهز ولا ايه مشاكل مش خايف علي انا طبعا خايف عليك من ايه من حاولي اتني يعارف ان انت ولت ايه معلومة ممكن توصل له مش بعيدة يخلص منك انت كمان يا رئيس العمر بيادي الله بس تمام لو انت مش عايز نتكلم انا مش هتكلم رفق عليك هستأذن انا بقعشان عندي مشاوير كتير مشاوير ايه تلقي كل مشاوير منهاش لازم دلوقتي مش فاهم انا عارف انت قلت رايحة فين عيسى قلت رايحة دارة على شغل خلال اوستاسيدي اعتبر نفسك اشتغلت وتعينت ان النهاردة معايا خلاص ايه بس مدن معا كانت عايزة تسيبك ممدن معا انا اقول لها يا سيد ان انا محتاجك وان عاينتك معايا وعدين بعد كل دوت عمر مهلاي ولا اجدع ولا ارجل منك تفعلها تشعر فيقولك ايه تقولش حكي عايزة ياسر هو اللي بعتك ليه ياسر بيه ما يعرفش ان انا عندك دلوقتي وجايز ده وعارف يزعل منه ممي يعني انت جايلي من نفسك انا جايليم لاتفال معنا سronicsر لي وجايد بعلي ايه هدنا طويلة مع مستر ياسر هدنا هم الجيمة اللي بينكو تعبك على قد ما تعب واانتو الاتنين مش هيتعرفوا تركزو فشغلك وطول ما انتم بتحربوا بعود بس أنا بقى ما بعرفش أشتغل إلا ما يكون في حرب ما كنتش فكرت هتخلص مني اخلص من مين ايه اللي انت بتورده طب انا الشاهد الوحيد يعني لو سكت حدش غري هيبلغ لعنك ده انت جاي يتهددني بقى انت لو وفقت على الهدنة ولا انت ولا مستر ياسر هتحتاجوا تهددوا بعض بس كل هدنة وليهاش ربط اقعدوا مع بعض وليلي حاجة عند التاني هياخدها ومين يدمنلي ان انا اخد حق منه انا 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 للدرجات دي كلمتك مسموه عنده ما تنساش ان انا اللقى انقصته من الموت يعني بقى عارف كويس او انا مش عايز حاجة غير مصلحته ده شيك من عبدالله الشلقاني بتين الف جنيه ودا شيك من حسام خليل بسبعين الف جنيه انا زيمة طب ازده انت عارف ان انا بقى ليه تلات سنين مش عارف اجيب منهم جنيه واحد عارف وعارف كمان الشيف حطتتهم انها ديوم معدومة انا معنديش حاجة اسمها ديوم معدومة طالما فلوسنا يبقى لازم نحصلها طيب قولي يعني هم ردوا عليك ازاي لما اتصلت بيهم لا ما انا ما اتصلتش انا طبيت عليهم هم وثلاثة تانيين كان لنا فلوس عندهم بس دول تقريبا اللي انا غطتت عليهم لغاية لما عرفت اهدوا الفلوس والله العظيم يا ابن انت برمس بص انا طلع لك مكافأة 5% من مبلغ نفسه بس انا عملتش كده علشان المكافأة اعرف اعرف عيسى ان انت عملت كده علشان الشركة وعشان حبيبا بس اعتباد يا سيدي بطلع لك مكافأة صغيرة اهو بحفزك علشان تجيب بقية فلوسي اللي بره هيحصل ان شاء الله بس انا كنت طمعا في مكافأة تاني خير لو مرضو الشركة كتمنزل اعلان عن موظفة علاقات عامة وانا عندي جارتي في العمارة بكل روس تجارة زي حالتي بس ايه حتة بطلع شطرة شطارة خلاص اعتني بكرو صبخه ان شاء الله خير اشعرف اقول لك ايه هاشتغل معاك في نفس الشركة؟ قولي يا رب والله سبرتون ارتو يا اولاد المهم بس يوافق عليها يا خالتي هم يقدروا ما يوافقوش علي بقى كل انت عملتوا عشانهم مش كفى ان انت عقصت حياتر بعجل اهو ده بقى انا كنت خاف منه تخش الشركة معتمدة علي مش علي مواهلاتي اهو انا بيدعو ربنا بس ان انا اللي وافق عليه ومش هم اللي وافقوا عليا انا ما بحبش الواسط انا كل اللي عملتوا لك مش خليك تستاني في الدور زي بقيت البنات اللي بتقدمين للوظيفة ولازم يا سارة وانت رايحة تريبيتي احلى حاج عام ايوه يا منت انت هتشتغل في العلاقات العام الانتروفي بكرا باعك الساعة 11 هسدك تجهزي من دلوتي وتحطر السيفي بتاعك مش الساعة 11 طب انا هجي معاك في العربية وتعودي فيه اللي غاية معدي الانتروفيو ان شاء الله يعني يا عوض في اقوائي يا مام اللي عوضي هعوض في مكتبك طبعا ومش انا خطبتك لا انا مش اعلم ان انت خطبتي وانت كمان هي وقت اغلطتي وتقعي بلسانك قدامك ليه يابن هو في الشغلة عندكم ومنوع الواحد يخطب ولا يتجوز لا مش الفكرة يا خالدي بس انا مش عايزهم يقولوا ان انا جايب خطبتي تشتغل وانا لسه بدي شغل عندهم يا سلام طب اي رأيك بقى ان انا اللي مش عايزهم يعرفوا انك خطيبي وهعتمت على نفسي وهتشوفي عيسى ادعي بس ربنا انا استحملك السرع في الشركة وبالليل في العمارة يا رب انا اللي استحملك انا كمالي ومال الشرع لحبابي دامك مش خفيف على فكرة اشرفك والله انا شرفك سلام السلامة يا ابني يا ابوك يا سلام الله يا رجيك يا ابوك ماما كنت عايزة اقوله شغلاني محفو السكة هيا جات من عند ربنا يا عوضي wirken يا انت كارم يا رب ان climate عيسى لميك اخدتك اذاني لما شفتيني لا ماتخدتش بس انت ما قلت لеш يعني ان ات جاي دلوقتي انا مكachel وانا مكتش جاي بس انا مش عارفة انا مقبل ما فهم عيسى تفهم ايه عيسى وجلدي ليه رفضت تشتغلي معايا؟ هو أنا أصلي يعني أنا حسة بصراحة أن هما بيجاملوك علشاني وأنا عايز أعتمد على نفسي يا صرف هامي أنا عايزك معايا مش هقامن عليك في أي شغلة تاني وانت بعيد عني وانا لو غلطت هيشايلوك زنبي أول مرة حسة أنك بخبيه عني حاجة كبيرة حاجة تيه؟ أنت اللي هتقولي مفيش حاجة غير لو قلت هيلك يبقى لازم تفكري تاني مستر ياسر مديكي موه للآخر الاسبوع وأنا مش عارف لو سألني عنك تاني هقوله وإيه لأ اتطمنا مش هيسأل وانتش عرفك ببقى أنه هو مش هيسأل هو يعني مرهوش غيرنا يا عيسى أكيد هيفهم أن أنا بيت فقريه ومش وش نعمة ماش يا صار اشتغلتي معايا ما اشتغلتيش برضو عارف إيه اللي خلاك ترجع في كلامك فجأة كده ماش يا نعايزين يوم هنا زي الأول وحسن كمان ومالو بس بالنسبة للمخازن اتحرقت وش كده اللي تسارقت خسار المخازن أدى يا رايس عشرة مليون جنيه نعم ليه يا نعيم كنت بتخزن فيها ده أبو أنا معرفش ياسر بيه احنا انت فانت سيبنانا لتكلم اتفاضل عيسى هنقول خسار المخازن خمسة مليون والشيكات كانت بتلات يبقى انت ليك في زمتنا اتنين مليون جنيه اه بس ده قليل قوي انت رضيك بحكمي من قبل ما انا عقبت وبالنسبة للاتنين مليون هاخدهم ازاي لا ما انت مش هتاخدهم مش فاهم دول بقى هنعتبرهم معرفون صلح والصد الرصاصة اللي جات فيكت في ياسر بيه واللي الحمدلله انها مجاتش في القلب ساعيتها بقى ما كنتش هتقدر تفدي نفسك باي فلوس انا موضوع الرصاصة ده مليش علاقة بيه خاص خلاص انا برده مجدعب موضوع من خازن الاتحرارت ام وبالنسبة لمناصة اللي خدتها مني انت ومالغة زالي لا يا لعين دي اعتبرها اراضل لو كده ألمانيا اللي انت خطفت منه بأخر لا حسن، صح؟ يتهيالي كده هنهم حبايب و هنفتح صفحة جديدة تريد انك لايت حال ايو طبعا انا خلاص موفي ان انتي تشتغلي معنا بغير ما تسيبها يسا ايه؟ مش مسدقيني ولا اي؟ و انت قلت كده عيسى؟ لا طبعا عيسى ما يعرفش ان انا وانتي قاعدين دلاتي مع بعض و ما يعرفش اصلا ان انا عرفك من قبل ما تيجي الشركة طيب و انت فهمت ان انت عرفت ان انا وهو لا طبعا هو للأسف فهم ان انا ما عرفش اي حاجة خالص ولا سايبه على كده ليه؟ لاني مش عاوز اخساره بحتاجه معافة شغله و محتاج انتي كمان يعني انت عايز تفهمني ان انت فجأة كده ممكن تنسى؟ اكيد مش فجأة يعني بس ان لما عجبت بيك ايه؟ ما خدش عارف ان انت مرتبطة يعني انا افهم من كلامك ان انت مش هتكره عيسى حتى لو خطبني رسمي و نجوزنا؟ كان ممكن كان ممكن اكراه لو هو اللي فرق ما بيني و ما بينك بس للأسف بقى انتو الاثنين مرتبطين من الاول وعلى فكرة انا افير جدا في الحاجات داين ما قدرش امد انا اتفرق ما بين اتنين بيحبوا بعض اوليك على حاجة كمان انا اقدر ساعدكم ان انتو تتجوزوا في اسرع وقت طيب خلاص يبقى مفيش داعي ان انا اشتغل معاكم صعب ساعتها ايسى ممكن يشك و يفضل يسأل كتير لحد ما يعرف الحقيقة وساعتها ممكن يسيب الشغل و انا هو نخسر بعض خالص نفسي صدقك انا مش محتاجة اكذب عليك يلا انت اكيد النهاردة هتشوف ايسى صح وللون انت فكرت كويس وافقت انك تشتغل في الشركة انتفقنا؟ بسال خير يا فند ومناسبة المصيفة الجديدة مصيفة الجديدة تلاقيك دفعت الشهرين المقدمة اللي خدتهم السيد يعني هم اخر شهرين يعني يا عيسى هم تردوش على تلفونات اللي يمنى مبارح انا كنت في اجتماع شغله وشفت رقمك متأخر خفت ارجع كلمك تكون نمت تب و تاني يوم النهار ده يعني ما ديك شايف انا كنت مشغولة في ايه فعلا اني لك الجديد شكله اهم مني لا عيسى عيسى عشان خطي ما تبقى شرخة تلاقيك رجع من الصفر تعبان انا كمان مجهد اوي طول يوم خياني الكلام بكرا احسن تشبه على حي حد يعرف انك جايلي دلوقتي لا خالص وياسر انت قلتني ما جبلوش سيرة ده المصلحتي ومصلحة وبصراحة كده انا حبيتك من ساعتنا صلحتين على ياسر وكنت عاوز اخطفك من عنده بس قلت لأ ايه المشكلة لما تشتغل معايا وانت شغال عنده ازاي؟ استفيد من خبرتك واستفيد من معلومات اللي عندك وانت متعرفش ان هو يروح بكرا يقابل جامعة بطليان بخصوص التواجل الجديد؟ لا الحقيقة ما اعرفش اكيد هيقولك هلاقي مين غيرك تعملهم بزانية واتفنيدلوا ببنوت يمكن لا ده اكيد وهتلاقيني بقى مجاهز لك عمولة كبيرة وساط كل الاركام والمعلومات اللي اجيبهايلي عن التوكيل ده مالك سيكيت دي اللي اهها مش عاجبك ولا ايه؟ لا بالعكس كلام الكلام مش عاجبك وايه اللي مش عاجبك في كلامك؟ ما كنتش فاكرك عايزني في شورلي من النهضة لا هو كل مشور اتفعلك نصف مليون جنيه ايسا ما هقولي؟ انا محظوظة قوي كده شوفك نهار ده مرتين وانت كنت عند وصيب؟ الدالية بتشتغل معي ما قاليش يعني ان الدالية هي السكرتيرة الجديدة ايه؟ خايف تشوفني هنا كتير؟ لا طبعا عموما ما تخافش انا بحاول اقنع داليا ان هي تشوف ليش غلينا مناسبة زي ما انت كده هتحاول تقتنع برأيي في كل البنود اللي اختلفنا عليها في الميزانية لازم ارجع لي مستر يسر انا واسقة ان هو اللي بياخد رأيك مش العكس على الاقل بنتناقش تمام طب ياريت بسرعة بقى ومتكونش مكلمة التليفون تجيلي مكتبي زي ما جيتلي النهاردة سهرة مساء الخير مساء الخير على اذنكو على اذنكو معاك حق لازم تلحقها طبعا لا تفتكر ان انا جايلك مخصوصا ممكن افهم انت جاي ورأي الي دلوقت؟ عشان عارف ان انت مجنونة وهو هتفهمي غلط ولا انا شفتوا بعيني دا يتفهم صح ازاي؟ عالسلم؟ يعني دا يتعليكو الدنيا ملاتوش حتة تانية تتقابلوا فيها؟ طب ياخر عي مش عاردة سلم بيتنا برضو شفتها صدفة اختها بتشتغل عند واسيمة وكتجاة زورها اختها بتشتغل عند واسيمة؟ يعني كمان زرعت اختها عندنا عشان يبقى لها فرصة تشوفك بيها كل شوية يا ستي ولا زرعت اختها ولا حاجة دي اصلا كانت جاية حتى تلاش في لك شغلانة تانية لا والله والمفروض ان انا كده بقى أصدقك انا شو حتاجة يكتب عليكي؟ انا اللي غيزني ان انت كنت لسه عند الهانم الصبح لكن ازاي ما قدرتش تستحمل؟ لازم تيجي ورات بالليل عشان تشوفك تاني وانت عرفت منين ان انا كنت عندها الصبح كان نفسك ما عرفش طبعا صح؟ رطي علي مستر ياسر هو اللي؟ يعني هو ايه بعتني ليه هو يجري عليك يقولك؟ انا اللي جرجرته في الكلام لما حسيت ان انت بقى بتتسحب كتير من الشركة من غير ما تقولي ما انا ما جبتكيش تشتغلي معي في الشركة عشان واستأذنك في كل ما شويك من غير استأذاني عيسى اعمل اللي انت عايزه بس ياريت تسيبني انا كمان اعمل لانا عايزه يعني ايه؟ يعني انا تعبت بقى بجد تعبت انا مش هفضل عاملة فيها كولومبو ودايرة ليه في وراك اشوفك بتقابل مين من وراهايا؟ ده ايش نفسك؟ سمع اي خلتي بتقولي؟ الحقك علي انا هخليها تيجي لحد عندك وتعتذلك انت كذابة مش مصدقني؟ ايه دي يا سيدي؟ التحليل اللي انا عملته هشوفك بنافسك احنا من ساعة ما اتنهلنا اتجوزنا اتفقنا انا مفيش خلفة صح؟ اه بس ده كان في الاول لكن بعد ما حسيت ان انت هتخضر بيا انا بطلت اخذ الحبوب يعني انت اصدت ورطيني اصدح من نفسي بعد ما انت قررت اتقطع الحاجة الوحيدة اللي بتثبت حقي عندي انت ممكنش اي حق عندي ما تستعجلش يا بابي خلينا نشوف المحكمة هتقول ايه محكمة؟ هوادي بتخيلت اعرف تثبيتين ان البطن بده مني؟ هخليهم يعملوا له ديئان ايه؟ ويقارنوا بتحديدك امل يا حبيبتي مفيش دين ايه بتتعامل الجنوني يا سيدي بقى لما يتولد يبقوا يحلوا له براحتهم انت مجنونة عاوش افضحي نفسك وتفضحيني معاك افضحك؟ اه لكن افضح نفسي لي ان شاء الله هواحنا مش كنا متجوزين وانت اللي عطعت الورقة؟ اللي بطنك ده لازم ينزل انت فهمه؟ وانا ايه بقى ياسر اللي يخليني اضحي بابني عشانك بعد ما انت اصلا ضحيت بايا اه انت ناوية تلعبيني بقى انا ناوية اخد حق وانا مش اسيبه احبوا بشكله احبوا بشكله اسم احبوا بشكله اعتداري بقى اشترك حقه احبوا بشكله احبوا بشكله موسيقى حلوة قوة التمثيلية اللي كانت بردي تمثيلت ايه؟ ما سدقتي لقتي وقف معها على السلم قلتي فرصة؟ تقلي بيها اخناها؟ هواتي سدقتي ان الحرباية دي جاي لاختها فعلاً هواتي سدقتي ان انت غيرانة عليه بجادة ما انت لو غيرانة عليه بجادة ما كنتش تستاني لغاية لما تشفيه صدفة بالليل وقف معها على السلم كنت عملتي زي زمان وجريتي بسرعة ورح تطبق على زمارة رعبته أول ما عرفت انه رح لها الشركة الصبح ماما ماما لو سمحت ان فضلك سبيني الواحد شوية طبعاً، عايزة تخلصي مني عشان انا الوحيدة اللي فعناك فعنا ايه؟ بتتلك كيكل عيسر وتتواري على اي سبب لي خليكي تضعفي قدام ياسر عشان خفت اخساري زي ما خسرت المليون جنيه بتاعه معنا صح؟ بس المليون جنيه بتاعه معنا يجوا ايه في بحر ملايين ياسر وفلوسه ولي جبهولك ولي لسه حيجبهولك اي ام غيرك كانت هتنصح لا بعيد عن عيسر عشان ما فيروش معي ولا ما تتفقريش معي مش ده بردو اللي انت خايفة منه على امام انا مش هنصحك باي حاجة بس لو ياسر ده عاوزك بجد يجي ويطلبك مني انا مش هرفضه ده لو انت موافكة شوفتي بقى؟ شوفتي ان المشكلة مش فيه؟ مشكلة عندك حب عيز ياسر وفلوسه وفي نفس الوقت عرفة كويس قوي انت متقدريش تعيش من غير عيسر ايه بس اللي لازم تعرفي حاجة مهمة قوي مفيش حد في الدنيا دي بياخد كل حاجة تزم تختاري لو عايز ياسر روحي لعيسى وقولي له بسرعة انا مش عايزك ولو اخترت يا عيسى طيب من بكرة الصبح مفيش مروح لشركة ياسر تشفهمها؟ مفيشة فقدان صباح الخير صباح الماضي كنت حابب أديك تقرير عن عدتي مع معل غزالي مبرح ممكن تبلغ الأساس ياسر موجود استنام ما يرجع ايو اسي في حاجة مستعجلة خير ماها عايزة تتعامل مع الشركات بتاعتها وده هيكلفنا رجع الميزانية تقريبا فتلب بنتف المشروع طب ونت ليه ما فاهمتهاش كده فاهمتها بس تقريبا هيليها مصلحة مع الشركات يعني هي عايزة تاخدهم بالسعر تتنفذهم بسعر تاني غالبا طب ونحن والله العقد اللي بدنا يمنعها تمدي مع اي شركة بدون موفاتنا وياسر هيخاف يعمل معها مشكلة هيخاف يخسرها بس احنا كده نخسر كتير طب خلاص انا حبقى بلغ طيب بالنسبة اني فيه بند في العقد بيقول ما عريش يا عايزة عندي تليفنات مهمة جدا اي زامر عن اذنك طيب تحب بعد علي كامتها لما يكون فيه حاجة مهمة ممكن ترجع فيها لأستاذ ياسر مش كل حاجة ترجع لي فيها مش كل حاجة ترجع لي فيها ايش عن اذنك حد سبع الخير اهلا ايه يا رانيا فيه كلمة كتير ما بترديش ما عنديش حاجة اقولها لك بس انا بقى عندي كلام كتير عايز اقوله خلاص نتقابل النهاردة بالليل اهلا 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 لا اهلا لا اهمة انا اعرفناك في الشوق مرضيتش تقول لي في التليفون انت عايز لي فيه كلام لا اريها اعاوز اقول لك باينفعش تالف تليفون خير عملت ايه في موضوعنا لسه مجتليش اقام معلومات عن موضوع التوكيل بتاع الدماعات طليل انا اعرف ان انت وش اريب حبايب وفي موضوع زي ده لازم ارجعلك فيه يمكن نقب مع بعض بعضين وصارة ما اللي صارة اعرف ان هاجرتك وحطبتك ما جبتلكش ايه سيرة قبل كده عن موضوع التوكيل لب وايه دخل صارة بموضوع التوكيل ازاي انا اعرف ان ياسر وصارة كانوا قاعدين مع الجماعة فرياني فعش عامل يا عندك انت متأكد يا ري عم عيسى وانا اللي هجيبلك الاخبار ولا انت اللي هجيبها لي الدنيا الزبوع بالكتير وهيكون عندك خبر ولا زاودتي لعبوني شوية يعني ايه يعني اخليه لك مليون جنيه بس الجيب الاخبار في خليل تمانية وربعين ساعة قلت ايه صباح الفل يا قائد بصورة تظه لسه وصلالي من الكافيه اللي اتقابلوا فيه صاحبك عيسى لسه عام حالا من قدامنا عيني ايه ايه في حاجة انا عرفتي ليه اعمال اخدت اجازت ليه ليه؟ عشان متخنق معاك اعم وهي بقى قلتلك ايه؟ هي هي ما قلتليش هي سمعتني الكلام اللي كان بينك وبينها اخر ما لما كنت عندها في البيت سمعتك؟ سجلتلك يا ياسر وانت مش روخة بانك المشكلة بقى ان التسجيل ده ممكن يدينك لو رفعت بيقى دا انا مش اطرى اصدق انت زيت ورق نفسك في مشكلة كبيرة يا بع البنت دي ليه؟ انا متصدقاش اللي بطناه ده يمكن يكون يا بني انت جاوستها فعلا؟ يعني جاوستها بورا وارفي بعضين قطعتها اه انت شايف بقى كده ان المشكلة تحلت؟ انا مش خايف منها هي مش طعف تثبت ان دا يا ابني اه بس في مشكلة هي ممكن تفضحك بالتسجيل ده و احنا شغلين في السوق ده بصمعتنا ده عادي يعني هي انفعت اسكوا بقى اي فلوس طلبة عشرة مليون جنيه ايه ده؟ ما دكرة بعض يخلص بمليون ولا اتنين بكتير ما اعتقدش خد بالك هي ممكن تهرب منك لغاية ما تولد وبعدين تعمل تحيل دي انقيل البني موسيقى 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 حمد الله على السلامة الله سلامك ايه ده انا مكنتش اعرف انك هنا خفت اقولك تقول لي ما تجيش انا حتى ما شفتش عربية اكتحت ما بقيتش اجي بيها زيدة في اللحتيات شفت يا سلمة عرفت ان احنا بنعمل حاجة والله تخيفين منها ما انا مش عارفة سيبيارة لوحدها انا عملت لها الاكل اللي هي بتحب وهتلاقي كل حاجة في التلاجة واكلك موجود برا كله قبل ما يبرد لحد امتع تتضلي شايلة هامي انا ويرى يا سلمة اش عارف انا بفكر اجيب لها بيبي ستر تقعد معها وتاخد بالها منها انت شايف ان هو ده اللي نقصك لا سلمة ما عندش حال تان لا عندك حال بس خايف جايك قبل كده يا سلمة مش عايز اكون امامي وهتقدر تبعد عني وهتستحمل تشوفني مع راجل غيرك ما عرفش طيب لما تعرف ابقى كلمني ودي اخر مرة هاجي فيها سلمة وانت مستني حد؟ لا طيب شوف مين قبل ما تفتح الباب طيب ايه ده يا تقرير هايل انت اللي عملتها الواحدك محدش تعدك اول واحد انشطر هاوي على فكرة اللي يشوف التقرير دوت يعرف ان انت مسلا بقالي سنين شغالها علاقات عامة يعني من حق ياخد اجازة صغيرة ليه يا سارة؟ ليه يا سارة؟ ما عليش بس استعبانا شوية ماما اصلاها ضغط علي في البيت وعيسة في الشغل مالو عيسة؟ متضايق عشان بخرب معك بالليل وانت خايفة منه؟ مش عارفة طيب اخي بيت امتك مين بعت خافي من حتة مواصدف؟ وانت بحاك المدير؟ انا بس كنت عايزة فرصة صغيرة اقعد مع نفسي شوية عشان اعرف يعني هامل ايه من الجايين ماشي يا ستين ماشي هاديكي اجازة يوم واحد وترجعها بسرعة عشان تبقى تستلمي شغلك الجديد شغل جديد؟ ايوه انت خلاص هتبقى السكرترا بتاعتي طب هو امل مالها امل امل خلاص امل مما بيتش تنفع ابو سان هقول ايه لعيسة؟ تاني يا عيسة؟ هو ايه عيسة دا ولا ايه امرك مثلا؟ لا بس هو اكيد هيسألني يعني اين حصل؟ انا هتصرف معي هقول انا محتاجك عندي في المكتب ويوريني بقى يعمل ايه؟ طيب ممكن بس تديني شوية كده افكر في الموضوع ده؟ هه برحتك على اقل مهلك ويد يا ستي نفتح عربيتك عربيتي؟ اي 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 ام يا عربيتيك انت وهو برضو ما يدفعش تبقى سكرتيريت وستاذي يا سيد تبترحو تيجي فوتو بيس يعني مش فهم يعني أصلا بعلوش نسلو مش مهم خالص أصلا أنا أخاني حسام يوصلك الكاميوم دولت بعدين هو بنفسي وعد يعلمك السواء بس أنا أقول إلي عيسى وماما برضو عيسى صار الشيك ده مكفأ ليك ميلا ده مكفأ ليك مكفأ علي عشان حفزت على أسر الشرك ومعدت شبالي نعيم لا شكرا شكرا بحدي يرفض مبلغ زي ده وانا رفضت مليون جني من عيب وكان ممكن يبقى أكتر على فكرة ايوه ولا عشان كده بعوضك يا عيسى تشمحتك حد يعوض فضل هيدي استقلتي انت ممكن أعرف إيه الأسباب لو كنت عايزة أقول كنت كتبت ايوه بس أنا من حق أعرف السبب لما تمديها وانا مش نضيه أغلب ما عرف يا عيسى تمام وانا في بيتنا لقيت لما تمديها استنى عيسى انت عارف إن أنا محتاج لك في الشغل انت مش محتاج لنا انت محتاج لسارة انت مين فاهمك كده ماتش فاهمني حاجة ايه يا باقي نعم بس انت اللي نشو خبالي بس ده مش حقيقي لا حقيقي انت فتكرت إنك هتقدر تاخدها مني بفلوسك لما ضعفت قدام الحاجات اللي جبتها لها واللي لسه هتجيبها لها بس اللي ما تعرفوش ان انا مش هسيبها لك فاهم؟ مش هسيبها لك انت تابلي هسيبشيك لماذا؟ انتي عارفة لماذا؟ تفخد اجازة وفكر شوية فكرت خلاص كل ده عشان اوهم في دماغك وفي دماغه هو كمان اللي سمحته انه يفكر فيك انا مش بزولة عن تفكيره وبعدين ما هي اخته بتفكر فيك حسابتك يعني انا على كده؟ من غير حساب قديني ماشي وسايبها يعني انت تجيبني اشتغل معك وفي الاخر تسيبني لوحدي؟ لا ما انت ماشي معايا يا سلام ايه ده امر يعني؟ لا ما انا مش اسيلك معايا لوحدكم ها انا مش عقيلة صغيرة عشان تجريني وراك مطرح ما انت عايز وما قلتيش الكلام ده بقى وانا بمشيك من عند شاكرة عرنوس ولا لما جبتك هنا ولا لما سبت الشغل في شركة ماء علشانك لما كنت بعمل كل حاجة انت بتحبيها وبطلت عمل كل حاجة انت كرهاها لما كنت مشتغل بدل الشغلانة ثلاثة علشان ما كبركيش تعملي حاجة غزبن عنك او وبيع نفسي لحد ممكن ياخدني منك انا لو حاسة اني ياسر هياخدني منك ما كنتش فضلت معاول او لحظة واحد يا سيدي كفاية ان انا شايف كده هو انت كمان هتشوف بنياب عني طب ما احنا طول عمرنا بنشوف لبعد وبنحس لبعد وبنحلم لبعد انت ما تغيرتش غلما جيت الشركة هنا بس انا اعرف ارجعك زي ما كنت بس انا اعرف ارجعك زي ما كنت موسيقى يلا معاش انا مش عينا صغيرة وانت مش وصي علي انا یاشوقنت فيabb الشركة دي شوك شوك دول تعالي يا سيدي قولي لي بقى يرايك في الشق حلوة بس هو أنا مش فهمة وإحنا إيه اللي جابنا هنا بتقدر تقولي كده ست إن الشقة ديت هدية مني ليكي جابني شقة هدية المشكلة من قبل كده جبتلك عربية وإنت قابلتيها أو بس عربية أنا عروح بيها مشاويري وإنت قلت لي أن أنت تقصم قصتها من المرتبة لما شقة ليه هل نجوز فيها فجأة كده لا طبعا مش فجأة أنت عارف أنا بحبك وما موتش هيك كمان وخلاص قررت أن أنت مش ينفعت بالحدي تاني غيري أنا أصلا كنت أطلب منك أجازة علشان أفكر يعني إذا كنت أقدر أكمل في الشركة ولا هسيبه حتى لو هتسيب الشركة يا سارة مش هينفعت سبيل أنا أيها بس أنت عارف أن أنا بس توقع تقول ليه مخطومة ليسة بيحبني وإنتي؟ أنا من صغري طبعا إنتي من صغري كعمرك ما شفتي حد غيره ما قلتش فاهم أن أنت تسهل حد تاني أحسن كان مفاهمك أن الفقر والحرماني هم تمن حبك لي صح بس أنت يا سارة اكتشافتي مع الوقت أن حبه عمره ما هيصبرك على فقر وأن الفقر ده يا سارة عمره ما هيحسسك بطعم الحب فاهماني؟ مش قادر أنسى اللي أنت عملته معايا بس معلش جايب لك شرانة جديدة بو مراتة بقى على مع مين بقى؟ معايا ما تستغربش أنا جايز بس من يومين كنت عاوزة أخنقت بأيدي بس بصراحة كده لما زلت السوق ما لقيتش حد في أمانتك أبو ناصر؟ ناصر ده دراع لي مين؟ إن أمانت بقى تبفص الشمال فص؟ دماغي التاني اللي بفكر بيا مش عارف أنا محتاج وقت رايح فيه شوية تبتول أي كلاما أنت بتدور على شغل من ثاني يوم سبتي فيه أسر ده أنت متابعني كويز بقى؟ أكيد بعرف إنك زكي مش هتضيع فروسة زي دي سارة سارة أنت زكية وعمرك أبداً ما تختار إيسا وتسبيني ما أنت فكرك أن ماما هتوافق تتجاوزني لك؟ مين بس جاب سريت مهما دلوقتي؟ أصلك أن أنت هتتجاوزني من وراها؟ مؤقتاً نتجوز من وراها مؤقتاً لحد ما هي بنفسها تقتنع أن أنا أنسب عريس لكي يعني إيه مؤقتاً؟ يعني نكتب عقد ونمضي عن إحنا الاتنين حق دهور فيه؟ أه وساعتها تعطي بمراتي على سنة الله ورسوله وشادي كلها أكتبها باسمك وتقدر يا ستة تعتبريها مهر لا لا طبعاً أنا مستحيل أعمل كده سارة أنا مصدقت لأيتك سارة أنا بحبك ما يطعك بدي عني شو بتحبني بجد سبني يمشي دلوقتي لا 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 سارة تحبني بقولك خير يا عيسى رحت سألت عليها في الشركة قبلك أني هنا ولا حاجة؟ من غرفة ضايح هي فين؟ هي مين دي يا ماما؟ سارة لو أحد تحكي عليك وقالك أنها سارة موجودة هنا؟ سارة 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 على فكرة يا عيسى أنت كده بتخسر كتير قوي مش بس بتخسر أن أنا شخصياً لا أنت بتخسر سارة كمان تخيل بقى هي لما تعرف أن أنت شكك فيها وجاي لحد هنا عشان تدور عليها هي بشك لك عمل إزاي؟ هي بشك لك عمل إزاي؟ هو مين؟ ياسر قصدك من الشركة؟ من شاقته إيه الهاب اللي أنت بتقوله ده؟ يعني أنت ما كنتش عنده في البيت؟ لا ما كنتش عنده ولو عرفت أنك بتجدبي عليها؟ هو عسيب إيدي أنت أنا بويا ولا أخويا عشان تحسبني؟ من إمتى؟ من ساعة ما لبي فهمك أن أنت خلاص ما بقيتش بحتجالي؟ والله إيه لو أنت شاكك فيها قوي كده سبني في حالي؟ ولو كان على الفلوس اللي ديتهاني نصدد بي هديو أن بوكر الصبح تكون عندك هتجيبها لي منه طبعاً هتجيبها لك وخلاص وأعطيب إيه؟ وأعطيب إيه عشان تاخدي منه كل ده؟ برضو ما لكش دعوة على الأقل هو بيحترمنا أكتر منك وعمره ما اتهمني بحاجة وحشة صحيح الكلام اللي قاله هيسة؟ هتو كمان سداتي؟ أنا ما أسألك حساني نفسك يا ماما ربطيني على كده؟ حالت كثير قوي تغيرت من ساعة ما اشتغلت عندي ياسر لو كنت ديته لهو عاوزه ما كانش يفضل مسك فيه هو خيفضل مسك فيك كفيدة وانتي سعيبها لحد إمتى؟ أعرفش لو انتي حطي نفسك مكان عيسى هتحسي بي هواتي يا ماما جايت براج عيسى الكلام من السم اللي قالهولي بدل ما كنت تطلعتولي لو لم يلسانك وما تغلطش ببنتي؟ إيسا ما جروح ساب الشركة وكان فاكرك حسي بيها بعدي انتي أخرب أم في الدنيا واحتى غيرك تشجعني أفضل مع ياسر وأبعد عن إيسى خالص لو كنت عيشت قد ما أنا عيشت كنت عرفتي كنت عرفتي كنت عرفتي إنك محتاجة حب عيسى عكتر من فلوسي أسر قال لهم إحنا فيها لو عاوز يتجوزك تفضل يتقدم أهلاً وسهلاً يا أنت يا توفي مرفض لي؟ جاي من البين؟ عايزك في النور؟ ما عرفش شكلها يبقى عمل إزاي من بعدك؟ مصدر لسا جاي من عندي ياسر سبت الشركة ورجعت له كل حقته وقت له إن أحبك لن عقد أحبك لن أتضرب إ للغيرك موسيقى صباح الخير صباح النور أنا أسفاً ما لقيتش حد بس بره أتدي له خبر أن أنا عايزاك على الأسف أصلاً لست بجبت سكرتينة مكانك طيب أنا مش عطا لك كتير أنا بس كنت عايزة ورقك هل تبضل يوقفت الكلامي كده؟ هضو أنا لقيت شغلي تاني بصورة عوي كده؟ رب أنا رايد ما عودش كتير من غير شغلي أنت ليسبت شغلي هنا بمزاجك عايزين ورق التعيين طيب عادي ما هو الورق كله هنا أنا روح تعمل إخلاق طرف قالوا لي أنك لسه ما مضدش الاستقالة طيب طيب بزمتي أمضيز داي أمضيز داي ولا لسه عندي عمل أنت ترجعي هنا تاني أيوا بس إحنا ما اتفقناش على كده هو أنت عملت يملي إحنا اتفقنا عليها سورة يعني إيه؟ يعني لما أنا مشيت السكرتيرة وجبتك مكانها بعدها بيوم إنت عايزة تمشي وتسيب المكان أجيب أنا دلوقتي السكرتيرة تلتة منين ونبي أيوا بس إنت عارف أن أنا مش هقدر أرجع أشتغل هنا تاني وأنا مش هقدر أدليك ورائك دلوقتي يا سارة لحد ما أتأكد أن أنت مش هتسرحي في أي مكان تاني غير عندي أمس أنا مش هعرف أشتغل أصلاً في أي حتة تانية من غير الورقة ده عشان تعرفي أنك استعجلتي لما قدمت استقالتك هو أنت فكرني هرجع بالعافية ها هترجعي لما تأكد أن أنت لسه محتجان يا سارة لسه محتجاني ماذا؟ مش هتقول لي تفضل؟ أنا جاي لك لحد بيتك تفضل تلوحدة تقول ليه؟ أيوا أبويف شو أي كويس سنعرف نتكلم برحدة تفضل افتكرتك قلت كل اللي عندك في الشركة والله يا عيسى أنا كمان افتكرت كده بس لما فكرت كويس قلت أنا الشعنة بغلس للدرجة صح؟ امسك ايه ده؟ ده ملافة بتاع سهره في كل الورقة اللي خصة ما تستغربش كده أنها عمري بها كبر أنها تشغل معي غاسباً وليه بتدول أنا؟ يعني تقدر تعتبره رشو بحول أرشيك عشان ترجع تشغل معي من تاني ماذا معنى دلوقتي؟ عشان ما تتجننش تروح تشغل مع نعيم ماذا معنى نعيم بالذات؟ أما هي كمان عرض علينا؟ عشان أنت روحتوله وقرتوله أن أنت موافة تشغل معي عيسى يدايقك أون أنا أشتغل مع نعيم؟ طبعاً انتو الاثنين مش شبه بعض طبعاً أنا محتاجك معي ايه بس إحنا اللي كان إحنا اللي اتنين ما ينفعش نتخاني على واحدة ستة وخصان يا سيدي إن هي خلاص خسرتها كن أنا صحيح كنت معجب بسارة بس خلاص خديني الرجل وقعه وبيتعرف إن هي خسرته ولو رفت ترجع شتغل معك؟ انت حور مش هادر علومك ودليل لديتك الملف قبل ما تفكر وقبل ما تقول أي حاجة بص يا عيسى أنا خسرت السارة ويهمني أنا ما خسركش أنت كمان ألف مبروكر فستانو الله يبارك فيكي أم تكون جاهز؟ يعني إن شاء الله يومين بالكثير ياريتموس أكتر ملتبقى عشان عايزة سافر بيه لا لا ما تلاقيش إن شاء الله يكون جاهز في المعهد لأ ربنا خديكي ما عملتش حاجة يلا ما ينفس مرسيت اسلامي هستاني تليفونك بقى ها؟ آه حاضر شكرا كتر خيرك مع ألف سلامة شكرا شكرا كتر خيرك أخي فيه ويقولك وحاشتيني أنت فهميني غلط ما اللي جملك هنا؟ شفتي؟ شفتي فهمتي غلط إزاي؟ عيسى ممكن يجي هنا في أي وقت أخوام لي عليك إن أنا ممكن أبقى خايف منه؟ أنا اللي خايف أقوله أنك تعرف ميني وسايتا مش هيرداجي أشتغل هنا طيب، هو أنت برضو ليه متصورنا جاي هنا أصلاً عشاني؟ هومر جاي لي بصي يا صباح الهنة صباح الفل القائم صباح النور قلبي معاك القصد والله أنا لما كانت كنت اكلت عسل فيه ده بسناني أنا مش عارف أنت إزاي صابر عليه لغاية دلوقتي قاوز نرفده يعني بلاني ده أقل ما فيها يا كبير عشان يعرف أنك خلاص كشفته وأنك مش هتخدع فيه مرة تانية واجيب مين بقى مكانه يا باشا أنت مش محتاج تجيب حد مكانه أنا سداد، أنا دراعك يميل وفي خدمتك وإن شاء الله بعون الله إيدي في إيدك لحد ما نرجع الأرض اللي طارت مننا دي ومين يعوضني الخسارة دي كلها؟ طول ما الشهاربي بصصلي في كل شهورنا بخشها هو الشهاربي هعرف أخبارنا منين بعد ما طاردنا الخانة اللي كانوا مستين يا قلق من الخانة يا أبو صديقي بقى دي إيه اللي بتقوله ده جميل؟ كنت فيني الساعة 8 بالليل كنت في بيتنا انت كذاب انت كنت قاعد مع يسر في كافية مين اللي قلق؟ مين اللي قلق كده؟ محدش يعني أنا اللي شفتك بعناي لأمرك المكديك زرفي فيه فلوسي وانت قاعد بتعدها لا باشا انت فاهمك فاهمني انت الصح كنت قاعد مع يسر ليه؟ وفلوس دي تعد بيه؟ آآ أنا لأيه واحد صاحبي مسافر ألمانيا من زمان زمان أوي يعني وعيسر الشهاربي ان هو مصلحة هلاك في ألمانيا فأنا كنت يعني بوصل للتنين في بعض عشان المصلحة تتقضي لا يا راجل ومين صاحبك ده بقى؟ والله هو يعرف مين اللي صاحب في ألمانيا وبتكلمه من ياما لا مش من ياما انا انا تعرفت عليه صدفة كده قابلت صدفة من كم يوم صدق لانك صعبان علي يا اوي شوف بالك كم سنة شغال معايا مش عارف تكذب كدب تطلعك من موصبة ان انت فيها ايه باش انا انت خايف بس خين خايف عارف ليه؟ ما عارفش تلعبها صح حاولت تكسب الشهاربي وتخسرني عايسة اهو عايسة هيرجع مكانها وانت هتجري عالشهاربي بس مش هنشغلك عارف ليه؟ هيا خايف تعمل معا اللي عملته معايا احنا عين باشا انا ما عملتش حاجة انت عملت اكثر حاجة ممكن تتعامل انت من دلوقتي برا شركتي الفلوس اللي انت خصفاني هتفحك بيا الدم اطلع برا يا باشا يا باشا اطلع برا اطلع برا شركة يا باشا اطلع برا شركة اطلع برا شركة لا ما أنا منصور حكيلي وقال لي أن ياسر هو للاعب اللعبة دي كلها علشان يخليك تسيب الشغل عندنا وعشان أسيبك أنت كمان بعتلك صورتي مع رانيا علشان تتخنئ معي هاي رانيا دي هي سبب كل المصايب دي رانيا تضحج عليها ما كانتش تعرف أن أخوة ممكن يستغلها بالرخصة هو أنت ري بتدفع لها يعني ليه مش عايز تقتنع أن رانيا دي كمان عايز أنا نسيب بعض حيث رانيا وياسر هم الاثنين بيلعبوا على وطر الفقر اللي أنا وإنتا كرقلين فيه ودينا بنحاول نطبش عشان نوصل لأقرب شط وبرده مش عارفين لو أنا ربنا كرامني ولقيت شغلانة عند ميمي لما أنت بقى بتخانق مع نعيم وطبعا السد هاني ما هتصدق لأنك رجعت تاني تحتاج لها أنا مش محتاج غلك أنت تقف في جنبي وتأويني على كل اللي أنا فيه أنت عارف كل ما كنت بتسيب شغلانة بدمغك المشفى دي يعني تقعد تقولي بقى الحلال والحرام والإخلاق والمبادئ أنا كنت بقعد اشتمك في سري وكتبشت النفسي عشان حبيت واحد فقري زيك بس لما كنت عد مع نفسي بقى وفكر في اللي انت بتقوله كنت أقول ان انت معك حقا وألاقي نفسي بحبك أكتر وبقى نفسي ربنا يقدرني وأعرف عمل زيك انت عملت اللي أكتر من كده كيفانك مرد تشتغدي من مهل مليون جنيه اللي عرضتهم عليك ورفضت أي حاجة أخرى تخلينا نبعد عن بعض وليه ربنا يا عيسى بعتلينا الناس دو في طرينا احنا كنا عايشين في حالنا وراضين باللي احنا فيه ربنا بعتلينا الناس دو في طرينا علشان نعرف احنا بنحب ببعند عدي وهم مستخصرين فينا حبنا اللي محلتنا شير شوين مهم ومهم احنا اي رأيك في الفيلة حلوة جدا طبعا دي طحفة طحفة اي بس مش تثني لما تشوف الدور اللي فوت على الاقل عشان تقولي رأيك كامل يا ربنا عايز بقيت ايه مش حلوة فعنا خلاص هتشتغلي معي ايه يا ساتي تعتبر اول حاجة هستشرك فيها وبصراحة الفيلة دي معروضة عليا وفكر اشتريها بس يا محتاج شوية توضبات وطشتغات وكده يعني بيس عنا كويس؟ جدا لقطة بقى خلاص مدام لقطة اشتريها طبعا برضو تصراي مش تثني لما نشوف بقيتها نشوف الجنينة ونشوفه البسينة بس عنا حسرت كيف وانت هتشده استثمار خد عشان نجوز فيها مش انت يا ساتي كنت قلتيلي ان احنا ما ينفعشي نتجوز غير رسمي وما قدرتش واديني دلوقتي قدرت عشان اكتشفت ان او قدرش عايش من غيرك وبعدين بصراحة يعني المشكلة عندي انك ان عندي عقدة من نتجوز عموما فس انا دلوقتي خلاص انا رفعت الراير بيدها ورفعلك ايديها وسلمت بصدك ايه لا كل دا ومش مهما بص يا سرح خديني معاد من ماما ولو وفقت تجوزك لي الفيلا دي كلها تبقى مهرك موسيقى اهو دا اللي كنت خايفة منه ماما صار بنت كويسة واي بنت كويسة نروح نخطوبها حتى لو ما تنفعكش؟ ليه ما تنفعنيش يا مام؟ ليه؟ واحدة زي دي عيشة طول عمرها في الفقر والظلم هتعوز ايه من واحد زيك؟ لو حضرتك عرفتها كويس رأيك فيها يتغير مش هعرفها ومش هديها فرصة تضحك عليا زي ما دحكت عليك على فكرة هي ما دحكتش عليا انا حبتها دا بتهيقلك حضرتك اللي بتهيقلك بدايل ان انا عمري ما جيتلك قبل كده قدتلك انا بحب او عايز اتجوز حامل نفسي ما سمعتش لحد ما تفوق من الوهم اللي انت فيه دا مش وهم مش وهم وبعدين انا مش فهم مش انت كنت هتموتي عشان اتجوز تتجوز واحدة مناسبة لك ماما انا مش عايز اعمل اي حاجة من مراك ماما تحطى شرط ان انا بتقدمتي بانتي معي لا والله كمان شرطين ان انا اروح معاك اخطوبها طب اي رأيك مش رايحة ومش هحطي ايدي في ايد ناس زي دول ماما اسمعين لو سمحتين حاسب بقى ولا ماما ولا غيره شيخ ما قلتليش يعني ان انت جاي النهاردة كنتش متأكد ان انا جاي طلبت للشهادة في قضية نعيم ماما وكنت شايف ان هو مش هار بقيد قوي من سفاجة لحد هنا وليه غيرت رأيك محامين عيم جالي القتيل في السفاجة وعرض عليها نصة من يوم جنيه عشان اغير شهادتي هتعمل ايه انا عملت خلاص انا لسه جاي دلوقتي بالمحكمة مش شهادت في صفه لا طبعا مش شهادت باللي شفته شبه مش هيسيبك في حالك يا عيسى عايز انا خف منه واخضب ربنا ما انت مكنتش ناوي تشهد من الاول وانا لما عرفت انه عايزنا شهاد زور صممتك يا وشهاد بالحقيقة وضيعت من ايدك نص مليون جنيه كان ممكن يحلولك كل مشاكلك مشاكلك كنا متعودين ان احنا بنقول مشاكلنا مش فارقة بقى يا عيسى يعني ما تمسكش في دي المهم انك ضيعتهم وخلاص كنت فتكلي ربنا كان هيبارك في المال الحرام ده لو كانت حرام اصلا وقام ان ايامت الشهادة الزور حلال بص يا عيسى نايم كده كده هيطلع بارقة بصرف النظر ان شهادتك هو معه محامي كبير وعرف هو بيعمل ايه ده غير بقى ان مفيش اي دليل ان هو اللي قتل ناصر ما كانش يحتاج ان انا غير شهادتي يا خلاص يا عيسى خلاص يا عيسى انت ركب دماغك وبتفضل تجادل ايه نفس اعرف ايه حصل غيارك بالشكلة مش عارف يمكن ما كنتش متخيلة ان انا هتعب قوي كده عايز انا سيبينك لا انت ما صدقت لات شو طيب انا رجع بكرة سافاجة اقدم تقريري الموديل الوتيل عن كل مخالفات الحسابات اللي اتطلبين ان انا رجعها واسيبه هو يتصرف معهم بطرته ده لو ما كانش واحد منهم خلاص يما بلغ صاحب الوتيل نفسه ده عيسى ادي عيسى انا ايه ايه هكذا ترده طبعا عشان انتي عادة معي لا مش هرده عليه عشان ما بقاش فيه حاجة اوله له اوكي علفت انه هو كان هنا قريب صحيح جاهشان يشهد في المحكامه ضد العيم اتعابلت له؟ نص ساعة تقريبا طيب تعرف بقى ان ما تقدمتلك؟ لسه خايفة منه؟ تلك قبل كده ما تخفيش تول ما انا معك او بس انت لسه ما بقيتش معي انا عارف انه موت اخرت شوية في الغد انك سوف تقول ان اعرف داني؟ لا مش بالزرط بس تقدري تقول انها اتفاجئت كمل اتفاجئت ازاي انت عايز تتجاوز واحدة زي؟ على فكرة معذورة وعندها حق عشان هي لسه محبتك ازاي طيب بس انا امي بدأت تفهم ان اهلك مش موفين طيب انت فهمها انها بس انت وقت مش اكتر وبعدين مش كل اهلي مش موفين رانيا اختي معي جدا وعمالة بتضغط معي الماما عشان تبطنع رانيا؟ ايو رانيا دي مستغربة رانيا اكتر واحدة في العالم يهمها ان احنا اتنين نتجاوز عشان ايسا يفضلها لوحدها ايه هو الموضوع لسه فارق معكي؟ لا مش فكرة كده انا بس مستغرباك يعني ازاي ازاي مش فارق معاك حاجة ازاي دي؟ لا مش معنى اني عارف ابق انا موافق طب ايه الواحد بيقابل حاجات في حياته كده احاول اخدها المصلحة ويستغلها يعني انت بعد ما انا اتجاوز مش هتسيب عيسى اتجاوز رانيا صح؟ هلا جوستي ليه؟ ما رانيا نفس ظروفك وعيسى نفس ظروفي؟ ايو يا صارة بس فارق كبير اوي اوي انا هشرف عليكم واكيد انا مش داخل اتجاوزك عشان طمعان فيك شايف ان عيسى طمعان في رانيا؟ اكيد هي لجاء لها بعد ما تسبيه وصحيتها للأسف هلاقي نواف وصوب بس انت طبعا مش مفهم رانيا دا دلوقتي مع الوقت هتعرف هتعرف و هتفعم كل حاجة موسيقى شرفت وعنزت اسلامي اه بعد يزن فتالت بكرة عدي على السرعة واخدها عشان نجيب الشبك ان شاء الله عيسى ايه دا؟ عيسى هنضل على السلامة انت خدت اجازة من سفاجة ولسه راجع وانت بقى اللي جايبك هنا هو دهوق ما علقش ده قابلنا احنا طلعين فقلت اكيد يعني هيقول لك يقول لي ايه؟ بعدين بعدين يا ابني نبقى نكمل كلامنا وما نتكلمش دلوقتي ليه؟ لا ممكن نتكلم عادي باركلي بايا عيسى عشانا كنت موجود النهاردة وبقى رفت حت صورة انت بتقول لي خالتي الكلام اللي بيلوه ده بجد كل شي دي اسمعه نصيب ياب نصيب ايه؟ سرا دي خطبتي انت عارف ان سرا عمرها ما كانت خطبتك سرا عيب بقى تفتكر يعني انفى هتخش كده على خطبتي وانا واقف انت عايز من ننهي؟ انت تخل ببعتك ما شرفش وشك هنا تاني يا ابني خرجم دلوقتي بسا تيفسا اوه انا سيفلي اسمع كلام باباك وخليك جنت تفتكر يعني هسيبك تخش كده على خطبتي؟ خالص خالص يا جماعة مش كده في ايه ايه يقولك يا عيسى خليك جنتلمان خالص يا استاذ يا استاذ حتاك تفضل مع ماما تحت وانا ههدي هنأذنكم يا اخو اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 عمدل على السلامة طيب والله ما كنتش متخيل ان اشوفك هنا بتصدق احترامتك بعد ما قتلت الشواربيل بسه كان لازم يجوت من زمان انا ما قتلتش حد عادي وما كل اللي هينا دول ما عملوش حاجة وانا اقولهم انت بالذات بقى مش فرق مع انك تسدقني طبعا المهم برا سدقوك اما تاخد اعدام يا صاحبي ما هو قتل مع صبك الاسرار يعني مش تقدر بقى تقولهم خد مني حبيبتي بس ما تخافش هساعدك هكسب للسيناف واطلع من هنا قابلك ويمكن قوملك محامي واحاول انسى ان انت السبب في دخولي هنا السجن هيا دي الشقة اللي جابها لك ياسر طمانيا ايجار مش تمليك وهو اللي كان بتفعلك ايجارها هو دفعلي ايجارها فعلا تلات سنين قدام ما كوتش عارف انه مخبي عنك دي كمان انت اللي خلتي خبي عني كل حاجة ليه انا ما كوتش خايفة منك جايز هو خبا من نفسه عشان كان عارف ان الكار هيتجوز وبرضو تجوز دي قالي انه هيموت لو ما تجوزنيش اهو مات فعلا لما تجوزك تفاكرك يا تحزاني على موت ابنك اكتر من حصرتك على الفلوس اللي عورسها مني واحدة زيك ما تفهمش حصرتيا لقبني شكلها ايه ربنا يرحمه بس مش هيرحمك انتي انا الوحيدة اللي عارفة انتي قتلت ياسر طيب وما بلغتيش عني ليه حروح للبوليس واحكيله عالخطة الحقيرة اللي عملتها انتي وعشيئك عشان تخلصي من ابني عملتي نفسك سبتي عيسى وتخطبتي الياسر واستنيت لغات يوم فرحه واتفقتي مع الكلب بتاعك انه يقتله قبل ما يلمسك دلوقتي حتى الوليس يا ياسر عايزة ترجعي لصحبك على امل انه ما يتسبتش عليه التهمة ومين عارف مش يمكن توكليله محامي من فلوس ابني قولي اللي انتي عايزة ما حدش هيصدقك لا البوليس صدقني لما اتعمت صحبك بالقل وحيصدقني لما اقول ان انتي اللي محرضة علي كويس قوي جايل انا ليه بقى دلوقتي ما روحتيش ليه على البوليس على طول عشان اثبتلك اني فهمكي كويس قوي ومش حسيبك غير ما تترمي في السجن مع الكلب بتاعت ومش حسيبك تتهني بجنيه واحد من فلوس ابني انا جاي اسألك سؤال واحد بس انت قتلت ياسر لا مش انا مش خايفي عدموك مفيش اي دليل ان انا اللي قتلته او اني كنت موجود في الفيلا اصلا انا شفتك وانت تبص على نصارة وياسر منصور باب يجنين امراني بص ما حدش يعرف الكلام ده خالص ما تكلمتش وعندي ساعدت افضل سكتة بس بشرط واحد بس تقول لي كل حاجة بصراحة ايوة كنت في الفيلا اللي انت الفرحة ما عرفش ليه كنت عايزة اشوفها وها بتتجاوز يمكن كنت عايزة اثبت لنفسي ان انا هادر عايش من غيرها وانها ما تستهلش حسرتي عليها فضلت واقف لغاية لما خلصوا رأس وكنت خلاص هامشي فجأة سمعت صوت الرصاص ولاقيت واقع ساع في دمه اتخضيت واتخدت ولاقيت نفسي بجري قبل ما حد يشوفت كنت عارف ان انا اول واحد هيتهموني فيه ايبسي صدقك ده اللي حصل طب احلف احلف لك بربنا اللي خلاك تحبيني وما تستدعيش ان انا قتلت اخوك اوعى تفتكر ان حبي لك هيخليني انزق اخو تراخوية منك لو فعلا كنت قتلتو مش محتاج اقتلك لو هقتلك انت قتلتها هي هي اللي قدرت بيه مش هو الكلام اللي سمعته ده صحيح كلام ايه خليتي الميتر سالم يمسك قضية عيسى ايه ازاي عادي ايه متأم محتاج محامي عشان يدفع عنه اين مشكله ايدور على محامي بعيدة عننا مش احنا اللي حنوكل محامي يدفع عن القتل ابننا لسه ما تأكدناش ان هو اللي قتله ياه كنت فاكرك هتحزاني على ياسر اكتر من خوفك على الكلب ده حوزني على ياسر هو اللي خليني بدور فعلا مين اللي عمل فيه كده وخصوصا انها متأكدة ان عيسى مالوش دخل لسه بتحبيه بعد كل اللي عمله مش قادرة اكراه لحد ما تأكد ان هو اللي قتل ياسر فعلا والناس تقول علينا ايه وكلنا محامي دفع عن اللي قتل اخوكي طول عمرك بتنصحيني ماسمعش الكلام الناس ايه الجديد بس انسيضا نصاحك ما تمشيش ورا كلام قلب اخوكي مات مفضليش غيرك انتي وشايفاكي بتنته وبتتضماري على ايد نفس مجرم اللي قتل اخوكي انا هاضيع فعلا لو عيسى تسجن زول ما عرفتش مين اللي قتل ياسر انا ترددت كتير قوي قبل ما جيلك لوال هانم اتعميتني ان انا مش تركت معاك في قتل ياسر وان احنا عملنا التمثيلية دي كلها علشان نورسه ونتجوز بفلوسه وهو انا مستهربتش زيك كده في الحقيقة انا كنت متأكدا انها هتحاول تسجني وتخلص مني وخصوصا اني هورس ياسر وهو ملمسنيش ايوه يا عيسى ياسر ملمسنيش زي ما يكون ربنا رايد ان انا مكونش لأي حد غيرك فاكر زمالة ما قلتل ان احنا ربنا خلقنا عشان بعض انتي لنسيتي لما رحت اتجوزت ياسر وما افتكرتنيش بس صغير لما هو مات يمكن احتاج فترة طويلة قوي عشان اقدر اقناعك انا ليه وفقت على بوزي من ياسر وانتي بقى جاية النهاردة عشان تقولي لك كلمة ان دول انا جاية وانا انا هافضل جنبك لحد ما تخرج من هنا مع انك اخترت محامي رانيا وده بقى اللي مدايقك محامي رانيا هو محامي ياسر هو محامي العيلة كلها يعني في النهاية هو محامي نوال هانم اللي اتهمتك بقتل ابنها وانت مش خايف يكون دفخ ومنصوب لك علشان ما تجيبش محامي يدافع عنها بجد يا عيسى عيسى نوال اكيد متفقى مع رانيا عشان ينتقموا منك رانيا مش ممكن تيزيني او تخضر بيه اه تبقيش تتعبي نفسك وتيجي هنا تاني سيد القاضي حضرات السادة المستشارين الاجلاء نحن امام جريمة مكتملة الاركان وانني اطالب هيئة المحكمة بتوقيع اقصى عكوبة على المتهم عيسى منصور الفئي ليكون عبرة لغيري ممن تسول له نفسه بقتل النفس التي حرم الله وقتلها الا بالحق المتهم عيسى منصور محمد الفئي افندم ردك ايه على التهمة الموجهة اليك مذنب ام غير مذنب غير مذنب الدفاع يتفضل حضرات القضاء حضرات المستشارين يقول الادعاء ان القضية مجتمعة الاركان ولا ادري ايه اركان يقصدها فما تعلمناه في القانون الجنائي ان اهم اركان القضية هي الدلائل المادية التي تثبت ادانة المتهم الى جانب الاداة التي ارتكبت بها الجريمة وشهادة الشهود اما الدافر وراء الجريمة فلا يعد دليلا ولا حتى قرينة في حد ذاته اين المسدس الذي انطلقت منه الرصاصة القاتلة اين بصمات المتهم في مصرح الجريمة وقت حدوثها اين الكاميرات التي سجلت وجود المتهم في منزل المجن عليه ليلة الزفاف ولو لثانية واحدة اين الشهود الذين رأوا المتهم في مصرح الجريمة الكاميرات ما سجلتش المتهم سيد القاضي لان ما فيش كاميرات في الجهة الخلفية من سور الفيلا ده طبعا حسب ما هو مرفق بتقرير المعاينة بالقضية والرصاصة انطلقت من هزيه الجهة الخلفية واذا كان المتهم عرف يخفي نفسه ان فيه اي شاهد يشوفه وقته وقوع الجريمة ففيش هو التانيين سمعوه وشافوه وهو بيهدد المجن عليه بالقتل قبل الحجز بتلت ايام مع اني ما اطعتش النيابة اثناء مرفعتها لكن حابب ارد على تلك الادعاءات الواهية تفضل اولا كيف للمتهم ان يتخفى من هذا الحجد الغفير ليلة الزفاف قاتل ومحترف ما يقدرش يعمل كده فما بالك بشخص عادي يفترض الادعاء انه قتل من اجل الحب ثانيا هل من المنطقي ان عدم وجود كاميرات خلفية يؤخذ ققرينة ضد موكلي ثالثا ارجو الاستماع الى شهادة الشاهدين الوحيدين في القضية الذين ذكرهما للادعاء نادي على الشاهد الاول سلمة مختار العربي ايوا يا فاند فضلي اسمك وسنك ومهنتك سلمة مختار العربي ستة وعشرين سنة موظفة في شركة الشوارب للتجارة والمقاولات قولي والله العظيمة قولي الحق والله العظيمة قولي الحق قلت بمحضر النيابة انك سمعت المتهم عيسى الفئي بيهدد المجني عليه بالقتل مش بالضبط كده يا فاندم هدوه هدوه لو سمحته تفضلي قولي لنا سمعت ايه عيسى جيه الشركة عندي ياسر قبل الفرح حوالي يومين او ثلاث ايام صمم انه هو يدخل بدون اذن وكان منفاعل جدا ولما دخلوا ياسر الامتص غضبوا وقالي سيبيني معاه بس من خوفي عليه ومفضلت وقفى جنب الباب احاول اسمعهم كانوا بيقولوا ايه بتحاولي تسمعي ولا سمعت فعلا يعني انا مسمعتش كل الكلام اعترض على توجيه السؤال للشاهدة بهذا الشكل السؤال واضح سيد القاضي حاولت تسمع ولا سمعت فعلا ما سمعتش كل الكلام طبعا ما انتي مهما قربت من الباب مش هتسمع احوارهم لبعض زي حد معاهم جوا القوضة خصوصا ان قط المكتب كبيرة على حسب المعاينة اللي تمت بس انا سمعت كلام واضح زي ايه؟ اللي فاكرا ان عيسى قال لي ياسر صرا مش هتقدر تتجوزك وهي بتحبني ومش هتقدر تاخدها مني يا ترى فاكرا حاجة كمان اه عيسى قال لي ياسر ان انت مش هتقدر تتجوزها طول ما انا عايش على وش الدنيا لكن ما قالوش حقتلة لا ما قالوش كده سيد القاضي الدفاع بيحاول يقصر على الشاهدة بالعكس يا فاندي ده انا بحاول افكارها بكل اللي هي انا سياها بدليل انها صدرت شهادتها بجملة الا انا فاكراه واسمحلي احط مليون خط تحت هذه الجملة الا انا فاكراه انت سجلت الكلام ده بموبايل او بروكوردر او باي طريقة ما جاش في دماغي اني اعمل كده طيب لما عيسى خرج من عندي ياسر جريتي وكتبتي الكلام اللي سمعتيه منه ده قبل ما تنسيه لا يعني ممكن يكون الكلام تقال بطريقة تانية لانك مش معقول تكون يفاكراه بالحرف الواحد ممكن لكن انت متأكدة ان عيسى ما قالش الياسر حقتيلك لا ما قالوش كده شكراً سيد القاضي ما عنديش اسئلة تانية للشاهدة هدو هدو لو سبحتوا قلت انك كنت في الشركة لما المتاهم زار المدنى عليه قبل الحادث بتلت ايام ايوا فاندم حصل وسمعت كلامهم من بعض ازاي وهم جوا قوضة المكتب ما انا ما سمعتش الكلام كله طبعاً مفهوم اذا كانت السكرتيرا نفسها ما سمعتش الكلام كله هتسمعوا انت ازاي وانت اكيد كنت تبعد عن قوضة المكتب ما بين خمسة وعشرة متر تقريباً ولا كنت بتتصنت عليهم انت كمان انا تصنت؟ لا طبعاً فاندم اتصنت ايه؟ انا كنت واقف في البوفي او عند البوفي يعني بشوف شغلي هاي ايه بقى اللي ممكن تكن سمعت من جوا القوضة وانت واقف عند البوفي اللي يبعد من خمسة لعشرة متر تقريباً اه ما هو الاستاذ عيسى في الاخر صوته عيلي جداً تمام هنفترض انه على صوته عشان يوصلك على بعد خمسة او عشرة متر تقريباً عند البوفي سمعت بقى الايه؟ هو يعني قال لي ياسر بيه الله يرحمه ويحسن اليه مش هتلحق تتهنى بصارة كده يعني انت متأكد انه قال كده فعلاً ايوا فاندم دي اكتر جملة انا سمعتها كويس جداً طب ايه رأيك بقى ان سلمة السكرتيرا اللي كانت على بعد اربع متر ونص تقريباً اقرب منك ما قالتش انها سمعت الجملة دي قالت بالحرف الواحد ان المتهم قال للمجنى عليه صارة مش هتكون لحد غيري طول ما انا عايش لكن مفيش تتهنى بها دي خالص وهي هتفرق فيها فاندم اذا كانت مش هتتهنى بيها او مش هتكون لحد غيري هتفرق كتير سيد القاضي اولاً تضارب الاقوال بين الشاهدين يعني ما نقدرش نعتمد على شاهدتهم كدليل ضد المتهم او حتى مجرد قرينا ثانياً وده الاهم لاثنين نفو تماماً ان فيه تهديد صريح بالاكف مش لازم يكون تهديد صريح جايز يكون تهديد ضمي يعني في الاخر ما بقاش عندنا من اركان الجريمة غير مجرد تهديد ضمي والدافع القوي وراء الجريمة انا قلت في بداية مرافعتي ان الدافع في حد ذاته لا يعتبر دليل ضد المتهم والاهم من كده والاهم من كده ان فيه اشخاص تانية عندوهم اكتر من دافع لقتل المجن عليه وللاسف النيابة ما حاولتش حتى تستجوبهم الدفاع يقصد ايه بالاشخاص التانية ده كشف يا فاندم ببعض الاسماء اللي غفلت النيابة عن التحقيق معهم وكتبت هذه الاسماء في وراء حفاظا على السرية سيد القاضي النيابة تعترض بشدة على وصفها بالغفلة المحكمة بتستنكر اللفظ ده من الدفاع بعتذر عن اللفظ يا فاندم لكني مصر على استكمال تحقيقات النيابة على النحو الذي يحقق العدالة المرجوة لكل الأطراف تؤجل القاضية لجلسة 24 من الشهر الجاري لحين استفاق تحقيقات النيابة على النحو المطلوب رفعت الجلسة ده عقد بيع نصيبك في الشركة اقرب راحتك عشان لو ليك أي ملحوظة قبل ما نمضيه مبلغ وليل قوي غريبة كنت وفيت على عشر مليون رجعت في كاليني آه وطالبة كام دلوقتي لا انا مش طالبة حاجة خالص يا متر قعدتي في الشركة اهم من اي فلوس اخدها مش بس ده ما كانش رايت لما فوطينا على السعر مظبوط ما انا ما كنتش لسه فهمت ان الشركة محتاجة وجودي فيها واني لازم اكمل مشوار جوزي الله يرحمه تعني ده اخر كلامة بالله والران يا هانم وليه تبلغولها بنفسك ما تسيبها تسألني ولا جوابها انا المحامي بتاعها عندك مانع تكون المحامي بتاعي اكيد لا خلاص يبقى تبعتلي بكرة الصبح من دوب من الشهر العقاري علشان اعمل لك توكيل احتاج استشارتك في حاجات كتيرة قوي يا متر وحعرف اقدر تمن الوقت اللي هاخده منك بتفضل ايه ده ده مبلغ كده علشان عرفت بتطلع عيسى براق بس انا خدت كل اتعابي من ران يا هانم اعتبر المبلغ ده مكافأ مني فوق اطعبات عيسى اصله يهمني زي ما يهم ران يا على فكرة ما هيكلميني وافقت اجيب لها كشف اسعار بالبضع المطلوبة كويس بس هنا كده هيكون عندنا مشكلة تانية صارة كلمة بنتر سالم ابلغيته بشكل راسم انها مش هتقدر تسيب الشركة كنت عارفها طب انت عارف ان وجودها في الشركة ممكن يعمل مشاكلة دي اتخفيش انا عرف نتعامل معاك كويس انت نصيبك اكبر منها في الادارة وفي كل حاجة صارة عايزة تفضل في الشركة علشان تكون جنبك واس جاهز بس المهمة انا عايزي السالم قالي انها بدته الشيك بخمسين Birthdays بقوله بس تغربتش ازاك قوي كده اصل الشيك ده رسالة منها ليه عليك ازاك عايزة تقوللي ان هي ليها فيك أكتر مني وان هي فرحنالك اكتر من اي حت هي تطمنت على مراسها من ياسر و جاية دلوقتي تظهر عليها لا بو انت انا ربنا عوضني بحب تاني مش ممكن افرطي قبل طمني ايه الاخبار عندي ماهر ما تنساش تبلغني بكل همسة بتحصل في الشرك الزبون بتاعك اتأخر او انا في الفيلا اه انت فهمت انه هو هيأجر سنة واحدة طب سلام يا ماهر سلام دلوقتي دعيم دونجل مفاجئة حلوة مش كده شفت بقى الدينية صغرات زي بس اكيد دي مش صدفة اكيد مش صدفة انا لما سمعت انك عرضت في الفيلا لجار كلمت ماري وقولت له انا لغجر الفيلا دي بالذات كمان مراحت مرحوم وبصراحة المرحوم ما اعتقدش انه كان هيتخال ابدا انك تسكن بردته ليه؟ المرحوم كان موصيك ان انا مدخلش في الفيلا دي بعد ما يموت ودلي اكيد لا بس انا بصراحة برضو مش عارف اهلو ممكن يقولوا ايه لو عارفوا ان انا هأجره لك انت بالذات انا متبعك وايس بعرف ان الكلام اهلو دي مفرقش معك في حاجة وكمان ممكن تبقى فرصة عشان تغزيمه اكتر ماشي بس انا مش هقدر اجره لك ثلاث سنين اجره لك سنة واحدة ونبقى الجد ليه؟ بتجربيني الاول ولا ايه؟ لا مش الفكرة يعني بس انا جايز احتاج الفيلا في اي وقت ماشي بس توعديني لو فكرت تبيعيها تبيعيها لي ايه انا ايه؟ لانت دخل على طمع بقى وفي حد يشوفك مادماش طيب ادعيلي بقى مضطرشة بقى ادعيلي ادعيلي ادعيلك لو فكرت تبيعيها تبيعيها لي ايه ايه رايك بقى اندي العقد انت كمان جايز بالعب؟ نعيم دايما جايز طب الفضل ما عرفش ايه اللي خلانة اتشجع واجيلك كنت متأكدة انت جاي بس بصراحة ام ما كنتش عارف ايه ده احنا بد معرفش نتكلم في الشركة طبعا رانيا اصلاحة طالنا كاميرات في كل مكان ولما بتدخلي اكيب بتسألك كنت بتقولها ايه اول وتخرج مش عشان رانيا احنا معندناش كلام يقوله في الشغل طب ومي اللي قالك ان انا مستني اتكلمك في الشغل انا بابا عايز اقولك اي حاجة او اسمعك وانت بتقول اي حاجة مهم ابقى بصة في عينيك زي زماني ده اللي جابني دلواتي انت عادة في الشركة علشاني مهم اه ايش هادر اقولك انا عرفتي من راني انها ارضت عليك عشرة مليون عشان تمشي واانا اقناطة انها تزاود اثنين مليون كمان وانت جايد الوقت تقول لي كده من مصلحتنا كلنا ان الصفقة دي التامة تبراني وعايزة تستفرد بيك انما انت بقى اي مصلحتك ولا انت بقيت تسمع كلامها وخلاص وجودك في الشركة مش هقاير حاجة انا عارف انت بتفكر ازاي كوائز ما عندك فرصة تاخدي كل اللي انت عايزاه لحب والفلوس قلت لي زمان انا مفيش حب مع الفقر وهو الفقر راح والحب لسه موجود وانا بس اللي مكنتش حاسة بتعمل حب وهو متغمس بالفقر حب ايه عايزة اللي كان هيفضل لنا لو ساحية ايوم الصبح ملقناش ناكل ولا نشرب وحب ايه اللي كان هيفضل لنا بعد ما سبتيني وروحت اتجاوزت واحد تاني وشفتيني اونا بموت نفسي علشانك انا اللي قلت اليسر يتبرع لك بدم وعلشان ينقذ حياتك لو لاي انا مكنش عبال كده يعني المفروض دلوقتي انا ما ديولك بحياتي تصدق ولا ما تصدقش ما يهمنيش بس هو ده اللي حصل ومش تدمان عليه لو مدت كنت هموت وراك وفاة اتجاوز راجل غيرك بس عشان تفضل عايش تتجاوزي وانت لسه بتحبيني ما عرفش ما عرفش كنت هحس بايه ولا ولا هفكر زاي بس الحمد لله الحمد لله ان ربنا ما حطنيش في الوضع ده انت بتحمدي ربنا ان جوزك مات احمد ربنا انه مات قبل ما يرمسني عشان ما يحرميش منك باقت عمري ربنا مش هيكافك عشان غادرت بايه بعد كل الحب اللي انا حبتهلك وروح تتجاوزت ياسب وانت ما بتحبهوش ومش ممكن اكون انا المكافأة دي انت مش مكافأة لسه ياخدها انت نصيب اللي ربنا كتبهولي من يوم ما تولد مش هتقداري تتحكي على نفسك اكترين كده انت اللي مش هتقدر تكرهني ما انتش جاي تقولي سيب الشركة عشان راني عايزة كده تخايف افضل جنبك وتضعف قدامي نسيت ان الحب ليك طول عمره هو اللي مقويك حتى لو قدرت تهند معي او تبعد عني بعدو مش هتقدر تحبها يا عيثة عشان مش هتقدر تحبها عند غيري موعرفش اليخ لاين اتشجى واه گيليك انتم اتأكد ان انا جاي انا جاي بس بصراحة وما كنتش عارفة امد احنا ونعرفش ان الكلام في الشركة طبعا رانيا اصلاحة طالنا كاميرات في كل مكان ولما بتدخل لي اكيب بتسألك كنت بتقولها ايه اول ما تخرج مش عشان رانيا احنا معندناش كلام يقوله في الشغل طب ومي اللي قالك ان انا مستني اتكلمك في الشغل انا ببعايز اقول لك اي حاجة او اسمعك وانت بتقول اي حاجة مهم ابقى بصف يعنيك زي زماني دلق ابني دلواتي انتي عادة في الشركة علشاني ايش هادر اقول لك انا عرفت من راني انها عرضت عليك 10 مليون عشان تمشي وانا اقناطة انها تزاود 2 مليون كمان وانت جاي دلواتي تقولي كده من مصلحتنا كلنا ان الصفقة دي التامة تبراني وعايزة تستفرد بيك انما انت بقى ايه مصلحتك ولا انت بقيت تسمع كلامها وخلاص وجودك في الشركة مش هرغير حاجة انا عارف انت بتفكر ازايك وعايز ما عندك فرصة تاخدي كل اللي انت عايزاه لحب والفلوس قلتلي زمان انا مفيش حب مع الفقر وهو الفقر راح والحب لسه موجود وانا بس اللي مكنتش حاسة بتعمل حب وهو متغمس بالفقر حب ايه عايزة اللي كان هيفضل لنا لو ساحية يوم الصبح ملقناش ناكل ولا نشرب وحب ايه اللي كان هيفضل لنا بعد ما سبتيني وروحت اتجاوزت واحد تاني وشفتيني اونا بموت نفسي علشانك انا اللي قلت الياسر يتبرع لك بدمه علشان ينقذ حياتك لو لاي انا مكنش عبال كده يعني المفروض دلوقتي انا ما ديولك بحياتي تصدق ولا ما تصدقش ما يهمنيش بس هو ده اللي حصل ومش تدمان عليه لو مدت كنت هموت وراك وفاة اتجاوز راجل غيرك بس عشان تفضل عايش تتجاوزي وانت لسه بتحبيني ماعرفش ماعرفش كنت هحس بايه ولا هفكر زاي بس الحمد لله الحمد لله ان ربنا محطنيش في الوضع ده انت بتحمدي ربنا ان جوزك مات احمد ربنا انو مات قبل مايرمسني عشان مايحرميش منك باقيت عمر ربنا مش هيكافك عشان غدرت بايه بعد كل الحب اللي انا حبتهلك وروح تتجاوزت ياسب وانت ما بتحبهوش ومش ممكن اكون انا المكافأة دي انت مش مكافأة لسه يا خده انت نصيب اللي ربنا كتبهولي من يوم ما اتولد مش هتقدري تتحكي على نفسك اكتر من كده انت اللي مش هتقدر تكرهني ومنتش جاي تقول يسيب الشركة عشان راني عايزة كده تخايف افضل جنبك وتضعف قدامي لسيت ان حب ليك طول عمره هو اللي مقويك حتى لو قدرت تهند معي او تبعد عني بعضو مش هتقدر تحبها يا عيثة عشان مش هتقدر تحبها عند غيري موسيقى المترجم للقناة مرحباً أنت فين؟ قلت لي هتخلص النيابة وتيجي عالشرك مالش حصيت ان انا اتعبن شوية طلعت عالبيت طب قولي عملت ايه هشوفك بكرة ونتكلم مالك يعيشت بصوتك في حاجة بتحب اجيلك لا 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 انا محتاجة رايح شوية ايش باي باي طيب اوكي باي ايوة متر محتاجة تشوفك ضروري ايزا عرفت ان قبض على شريف اه عرفت انا مش قادرة اصدق ان هو اللي يكون قتل ياسر ما يمكن في حاجة بينهم احنا ما نعرفهش لا كنت هعرفها انا طول وقت ما او في الشرك ايوة بس دلقوا المسدس في درج شريف الحكاية دي كنا على بعضه مش دخنا بما يخلص عصوه مش غبياني عشان يجمع نفسه مين اللي عارف اصلا المسدس في المكتب وبلغ لبوليس وراح قال له هاتو من هناك ما عرفش او عموما كل حاجة هتباني انا متأكدا ان اللي حط المسدس في الدرج هو اللي بلغ لبوليس وهو نفسه القتل مكفاية بقى قصد ان احنا عندنا شغل كتير ومحتاجين يركز شغل ايه عايزا شغل ايه عايزا انت ناسي وليد قتل انت اخوه انا اسف اموما كل حاجة هتبانت التحقيق بقى لي ساعة مستنيك انت اللي طلبتني بتعلي ايه عايزا ما شوفك حالا ده المصلحتك لا المصلحتك انت الاول حد عارف ان احنا هتقابل بعيب انا مش تلميز مش تلميز اه ما كنتش قلت كل حاجة للموليس اول ما وصلو لك لا ما كنتش قلت كل حاجة مش انت افضلت ورايا لحد ما توصلي بتطلب نتفات قلت المتر السلم ان انا هتقابل لا طبعا وانصحك انت كمان ما تقولوش دلوقت ليه؟ شكله حمار متعافي مش عارف ان بكلمتين مني ارجعك السجمتين وبكلمتين عكسهم ابيدك عنه طول عمر ما تنساش ان انا اخدت بقرقة والنيابة طعنت ورجعت سحبة الطعن بس ادمحات ما لنسه شغالة وفيه متهم تاني وطالبني للشهادة وفيه حاجات كتير اول تغير لو انا قلت في المحكمة نفس الكلام اللي في النيابة طب قللي هتغير كلامك ازاي؟ حد عارف ان احنا هتقابل؟ بعيب انا مش تلميز مش تلميز اه؟ ما كنتش قلت كل حاجة للبوليس اول ما وصلو لك لا ما كنتش قلت كل حاجة مش انت افضلت يا رايب لحد ما توصل لي تطلب نتفاه قلت المتر السلم ان انا هتقابل؟ لا طبعا وانصحك انت كمان ما تقولوش دلوقتي ليه؟ شاكله حمار متعافي مش عارف ان بكلمتين مني ارجعك السجن تاني وبكلمتين عكسهم ابيدك عنه طول عمر ما تنساش ان انا اخدت بقرقة والنيابة طعنة ورجعت سحبة الطعنة بس لسه المحاجمة شغالة فيه متهم تاني وطالبني للشهادة وفيه حاجات كتير اقوى تتغير لو انا قلت في المحكمة نفس الكلام اللي في النيابة لا بقولي هتغير كلامك ازاي؟ بسيط انا صحيح شفت حد بجري بس مش متأكد اللي هو انت ما انت قلت ان انا؟ استعجلت شوية بس بعد كده رجعت نفسي خوف تظلمك والظلم ظلمات يوم القيامة والحمد الله ان ما فيش اي كاميرا صورتها يعني ما فيش دليل تطلعني كده ايس كام كنت فاكراني لسه في اسكندرية؟ ما كانش عندي وقت عشان افكر انا جيت مبارح مش ييت وراكي على طول ما يهمنيش بس انا يهمني لازم اوضح لك اللي حصل انت محتاج توضح لنفسك انت عاوز ايه؟ وعاوز مين؟ عايزك انت طبعا ما كنتش رحت لقيتك معا في القتل قلتليك جتلي من الدرم معرفة حتى لو صدقتك فضلت معها ليه؟ ما سبتهاش ومشيت ليه؟ كانت فرصة بالنسبالك توضح لها انها صعبة توصلك حتى لو فضلت تطردك بس انت واحبتش توصل لها رسالة دي ممال حبت ايه؟ حبت الوضع ده؟ ادنك بيتخنقوا عليك جاي من القاهرة على اسكندرية بس انا عاوزك متفرحش بالوضع ده كتير لانو مش هيستمر كيش حمدله على السلامة حمدله على سلامتك انتي انا ما كنتش عارف اني نعيم جاي ورايا اسكندرية بس اقل تيكيش اه بس انا كان لازم اوضح لك حاجة ما تخصنيش لا تخصك عشان انت شفته في باركينج الوتال ورجعت وراه عشان تتأكد انه هو جاي لنا وفضلت واقف من بعيبة رائبنا وديلي اتأكدت انه كان جاي لك تعلم زي ما رانيا كان جاي لك اه يعني واحدة بواحدة لا نعيم كان جاي بيتحجج بالشغل اللي بيننا شفتي اديكي بتقولي بيتحجج شفت انت نرفستك زي معناه انك لسه بتغير علي ايه بقولك ايه سبيني الواحدة دي بقتي مش هيب على فكرة عشان انا كمان بغيرة عليك يا عيسي وده مع ان احنا نسه بنحب بعض بقولك ايه فاقة او لحد كده نعيم قال هالي في صراحة الا انا بتلكك بالشغل اللي بيننا وجاي اشوفك عشان انتي وحشتيني ده كمان طلب مني الجواز مبروك تحب اشهد على عقدكم انت السبب على فكرة نعيم ما تماشي اتجاوزني غير لما شافك بعيد عني ومهتم برانيا انت اللي تم عطيه فيك يا هانينا بامور احتشاركتي لواحدك هو الوحيد اللي اقتنع اني ممكن اكون بيزنس هوما فاهمك كده عشان يستفيد منك وهو حيتجاوزك وياخد كل اللي معاكي مساعدة متجاوزوش اشهد لو قلتلي انك لسه بتحبني وهيزني عايزة بطل يتلعبي معايا اللعبة دي بطل انت بقى يا اخي تعمل نفسك ما بتفكرش فيها كيف هي يا اخي انت ايه انت بتحبني وبتغير علي اكتر من الاول وما كنتش عايز تسامني الواحدة معنعي في اسكندرية اهو عندك شباي بيه ملكش دعو بيه اعدي فلوسك عم صبر ايه ده ده نص المبله ملص التاني هتاخده بعد ان تخرج المحكمة مكون شاهدت الشهادة لتردر اببنا بس احنا متفقناش على كده ملغين من اتفق او فيه حد بياخد تامن البضوع كلها قابل ما يسلمها انا نفضت عيزة رفقي اما انت قلتلي انك هتدينا اكتر منه طب انا فعلا انا ديك اكتر منه بس هو ما كانش هايز في عبدالنظام ده ليه عبيضة ده اديك المبلغ كله وبعد كده تروحتش هتضده في المحكمة انا اعرف كده كنت ما كنتش اقاتل فلوس تروح لعيزة رفقي شوفها يا من معاك ايه يا باش انا مش عايز اخسارة بقى تسمع الكلام ايوة كده كنت هتزعل منك مرتليش اعمل ايه مع عيزة رفقي ماليش فيه اتصرف اهم حاجة عندي معرفش ان انا وانت تقابلنا عاوزوا يتفاجئ بيه في المحكمة وتشهد الشهادة لدخلي ليجي على سجن تاني يلا بيه ايه هو اه باشا انت فيني يا عم بقى لي ساعة مستنيك معلش يا باشا جالي دور برد غالص هشد حيلي وكلمك على طول ان اترفع على مرات جديد امتا؟ جالسة المحكمة قربت خلينا على الله ان شاء الله نتقابل قبلها انا كنت اجابلك الفلوس معي اتجيب واحد واللي عندك ما يدعش هزائي السلام عليكم اером اه 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 تم dancing ايه ساو؟ ممكن افعب بقى ما بيجيش الشركة ليه؟ ماشه بول بشراحة حاجاتي لا بيش؟ يعني ما انا قلتلك يا ساعدة كنت اللي رفضت؟ شكرا انا عايزة فامو انت فاكري يعني ان هو ده الحل؟ تفضل تهرب مني في الشركة وكمان هنا؟ بقول لي جيد رأيه نفسك لانا ما فيش ايه حاجاتي بغير حتى لو فضلتي عادة عدموتك 100 سنة ايه يا ابني؟ ده ايه ده شوي؟ انا ما بحب يشوف الموكلين بتوع متوطرين بالشكل ده؟ موكلين ايه؟ وانت عندك حد غيري ايه ده؟ اينه؟ انت بتعيرني ان انا معطل نفسي عن كل الشغل اللي بس وراي عشانك؟ يا عمك امشوشي صبر بيتهرب مني ايوة وعشان كده جت اشتكيلاني وقدرت اشتروح للمتر السالم تقوله تقوله انك روح وعرضت عليه انك تدفع له عشان يغير شهادته ضدك اللي ممكن تسجينك تم انت نفسك وقلتلي ان انا مقدميش حل تاني غير ده ايوة بس البهسة بقنا بقى وراح له ومش بعيد يكون عرض عليه مبلغ اكبر عشان ما يغيرش شهادته ضدك تقصدك مين؟ نعيم دون قلت بلغني انهم اتقابلوا مرتين انت مرايب نعيم؟ طبعا مالله وين اللي يخلي اعمل كده؟ عايز سجينك وغليبا بقى هو اللي قتل ياتل ايوة بس الشريف هو المتمر رئيسي مش انا يعني لو شريف اتسجن نعيم يستريح ايوة جايز نعيم كمان يكون عايز يضرب عصفرين بحجر واحد اول هام ينفد من تومة القاتل تاني هام ينتقم منك على اللي انت عملت معه زمان او يمكن عايز يبعدني عن صار صار هم بيلعب عليها اليومين دوش ويا كمان بتلعبني بيه باشا باشا اخبارك ايه؟ والله يا باشا ما انا عارف اذا قد اخبار حلوة ولا اخبار وحشة تكلم على طول اعطى معنا يم دونجل زي ما قلتلي واداني خمسين باكو وقالي الباقي بعد شتي في المحكمة ده انا حتى كنت اسأل حضرتك هسلموا الخمسين لحكومة دول ازاي وانت يعني فكر الحكومة طمعانها في فلوسك؟ ايه ده؟ ممشي اعتبر راشا برضو حضرتك ونعيم طلب منك ان اغطير شهادتك او طول حاجة غير الحقيقة؟ لا يبقى خلاص خلينا بقى في اللي عايزك تكتب وتقولي ان مكشفتوش ليلة للفرح انت تقصت عايزة في ايه؟ هتقابله امتى؟ قابله ازاي باشا بعد ما قابلت نعيم واخدت منه الفلوس لازم تقابل مع عيسى ده بيرنني ما وردش عليه رد عليه وحدد مع مع عاد طب بقوله ايه؟ لما تكلمت بلاغني انك حددت مع مع عاد ساعتها بقولك تقوله ايه وتعمل ايه بالزبط طب ويفرد نعيم عارف اني قابلت عيسى لا مش عايزين اي حد يعرف انك هتقابل عيسى انت فاهم؟ تشوفه ساعتك يلا روحي انته صعد يا اختك يا دكتور تحت عامر افندي انا اكيد خالد صراحة ما باحث تحت عامر اممنا عليه للأسف هو حده صعبة جدا وجدنا عنده ارتجاج في النخ وكسر في العمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في القفز السقر طب هو ممكن يوم انتهى يعني لو قد عليه 24 ساعة اللي جينا على خير ممكن يفوق من الدرجة دي حالتو صعبة اليومين اللي جينا دور سيحددوه ممكن يفوق ولا لأ طب في الامون دلك كرت ارتجاج اول ما يفوق يا ردتك لاني على دور حاضر افندي بعدها اذنك حاضر افندي روحت المارة مكتشفة النهاردة ممم لسا جاي من عنده دلوقتي الدكتور قال لك ايه؟ للاسا ما عارف غيبوبة مش عارفين هيفوق منها يمت يعني ايه؟ حيفضل كده؟ لا منه حي ولا منه ميت ربنا يلطف بيه؟ طب وقال قالوا دول اللي حالتهم حالا ما عامش المصاريف اللي اتغطي حتى اقامتوا في المستشفى مش عارفين هاي وعدنك لغاية امتا بلغوا من الشركة متكافلة بكل المصاريف ربنا كازيكي خير والله علي بتعمل من ده انا سمعت ان البوليس كان عنده امم الزبط كان عايز يتكلم معي كان عايز يعرف الحادثة طبيعية ولا فيها شبه جنائية يعني ايه شبه جنائية؟ شبه جنائية يعني صاحب العربية كان قصد يقتله ولا لا خصوصا انهم ملاقوا العربية من غير نمر وهيقتله ليه؟ ما هو ماهر الوحيد اللي يقدر يجاوب على السؤال ده ده الأوفاء طبعا صار عملت ايه مهرة عشان يقتلوك؟ او ايه الأسرار اللي عنده اللي كانت لازم تموت معاه؟ دي المبالغ المطلوبة منك لغاية اخر الشهر ودي المبالغ اللي انا دفعتها شوفة امتى تبعتيلي محاسب بتاعك وديك تقليل شوية اليهر ده انا بغزرش في الشوك او واحد مفيش بني غر شوك ايوه بعد ما عندك رفضت المهم رأي انا بس انت دين لازم تقدير رأيها ايوه بس ما قلت لك شان رأيها او ايوه ايوه بس ما قلت لك شان رأيها هوا اللي هيبش يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني كان يهميني ااخد موافقتها بس فالنهاية يعني لو رفضت انا حاول اقناعها طب انتي ما عرفتش رفضت من دليل لسه عايزة اتجوزني لعيسا ولا انتي بقى لسه بتفكري في عيسا اهو احنا رجعنا تاني الكلام الغلس ده خلاص خلينا في الكلام الحال هتاكنا عايز ازاي يعني يعني يا سلواتي هذا شوية وهرجع افتح معا الموضوع تاني احد ما تتأكد اني مش هينفع ارجع عن عيسا يا خوفي لكون انتي محتاجة وقت تلغيات انت اكدي من ده نعيم نعيم بيحبك بس نعيم ما يحبش حد يتحكي عليه من افتحكي هي محتاجة تلميز blooming basil اشتركوا في القناة 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 طبعا كان نفسك في فرح وطرحة وزافة كبيرة يحضرها كل اصحابك وشور كتير وفيديو انفراج لولادنا لما يكبروا انا كنت بحلم بك انت اشتركوا في القناة 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 انت ساكت لي نتيجة التحاليل بتاعتي فيها اللي تخليك تجريع الدكتورة بتاعتي حبيبتي انت عندي بمشكلة في موضوع الحمل وهتحتاج من انا شوية صبر عشان اقدرنا عليك هو فاق شوية وقال عايز البوليس تقريباً هيعترف عن اللي حاول يقتله ده اللي انا فهمته عشان كده اتكلمت حضرتك بسرعة اه 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 انا فيه انت في المستشفى يا مهر وانا الظبط اللي بيحقق في محاول يقتلك قولي يا مهر مين اللي حاول يقتلك مهر قولي يا مهر مين اللي في بسطحته يخلص منك قولي يا مهر 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 ايه مهر 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 اما المين حضرتك مش هتقدر تسمع منه دلوقتي اكتر من اللي سمعته انا مش قادر اصدق اننا اتجوزنا يمكن عشان قدرنا الاول مرة نسرق السمن قبل ما يسرقنا وهو لسه مسرقناش شايزة يمكن نقدر نعوض اللي فدنا بلي لسه جاي اه انا خايفة قوي بقى من اللي جاي خليش خوفك يسرق منك فرحتك يعني انت مش خايف انا كرهت الخوف كرهت الخوف اللي كانت بعيدة عنك طول فترة انا مش نادمين انا كنتم تؤكدين ان انا اتجوز انا عرفش امد بس لما شوفتك هنا قسك ان ربنا بعضك لايام وباعدينك اوعدني متسمنش انا عمري مسبتك حتى وانتي مع غيري حتى وانا مع غيرك عمري مسبتك شكرا 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 المترجم للقناة 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 آآ، ما بحاولش أجر نفسي بحاجة ما تهمنيش عمو أنقاد طامنط على معمو، لو هترجع نعاردة فعلاً نتقابل في البيت ماشي ماشي، باي باي دلوقتي اوه، مات أكثر رونية؟ انت ليه عملتك إت؟ عملت إيه؟ سافرت فجأة وفيش، لما انت روحت عند مامتك حسيت أن أنا لوحدي قلت السافر أغير كبير طب تمام ورجع أحسن؟ بحاول مستشرة ألمانيا ردت علي يعني فيه أعمال الدو جديد؟ أعمالي هتعمل إيها؟ ما عنديش حالة تانية ماشي هنسافر أمتى؟ لا أنا هسافر لوحدي لوحديك لازم حد مننا يفضل هنا عشان يتبع الشغل أيوه السنة مش هنبع سيبك عيسى أنا هسافر لوحدي علشان لو العملية منك حدش ما بقاش تعبتك على الفاطي هتنجدح إن شاء الله فاكر لما قلتلي أن يفسي خلف منك أنت بس طبعا فاكر أنا مسافر عشان كدو أنا عارفة أني غلطت ما كانش مفروض أبدا أن أستعجل وأقولك أني وفقت على الجواز يا يعني أنت استعجلتي وغلطتي يوم ما وفقتي وما غلطتيش يوم ما رجعت في كلامك آخر اللحظة أنا رجعت في كلامي لما تأكدت إنه إنه أنا مش هقدر أديك اللي إنت محتاجه مني بلنا خفتي تتجاوزيني وإنت لسه تفكري في عيسى أنا متأكدة أن أنت مع الوقت تعتفى ما أنا عملت كده ليه أنا كمان عمري ما هنسى قفتك جنبي و وهنفضل طول عمرنا شركة وصحاب صحاب لا شركة ولا صحاب أنا ما أحبك إش عشان صاحبك وشركتك عشان بحبك وعلى فكرة أنا ما كنتش محتاج فلوسك عشان أكمل فلوسي أنا عملت كده بس عشان أفضل جنبك بحجة الشغل يعني يمكن كن أنت الإنسان الوحيدة اللي حبيتها في حياتي بس أنا مش أفضل شريكي بعد ما بعديني المحامي والمحاسب هيكونوا عندك بكرة عشان يفض الشركة اللي بيننا أنت تعدد فكرة من قليلت آخذنا تُزد تَزد أخذنا 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 تخلو أخذنا انت ازاي تقول الماريه من انا اتجوزنا ما اقول تلهاش هي اللي شافت رسالتك لي وليه تسيب الموبايل جنبها ما جاش في بالي انك اتبعت لي رسالة يا عيسى ما انت متعاود تكلمني ما انا مش عارف اكلمك اليومين دول ليه الهانم رجعت من السفر طبعا وعشان كده بقى انت متنرفز علي انا متنرفز علشان جوزنا انكشف واحنا مش متفين على كده انا ما اصدتش اكشفه ونبحت عليها ما تقولش لحد بس انا احسى بيك اكيد مش قادر تفضل مكامل معانا احدا الاتناد واكيد فكرت تسيبها عشان ما تفضلش مخضوع فيك انا فكرت انت فعل قلت تعرف دلوقت لحسى ما تعرف بعضيه طيب وإيه اللي منعك اكتشفت فجأة انها حيض متأكد ينظر كده العملية العمليتها في ألمانيا جابت نتيجة موسيقى موسيقى مبروك كان نفسي تكوني فرحانة بحملي اكتر من كده ولا يمكن انت فرحانة مدري عنها فرحتك منش عارفة طول عمري كان نفسي تتجوزي وشيل ولادك بس ما كانش نفسي ولادك يبقى من عيسى دا حتى بعد ما تأكدتي انه بريء من دم ياسر بس متأكدة ان نتجوزك على طمم ووصل اللي هو عاوزه جايز يا ماما ما عرفتش اخليك تحب عيسى بس انا هطلب منك طلب على الاقل مش عايز اكتغلطي في قدالي ما تنسيش ان دا جوزي وهيكون ابو ابني او ابو بنتي مين عارف يمكن يجي اليوم اللي تشتكيني منه وتعرفي حقيقته دا ايق وتسمع حكم برقتك بودانك ميبسي بقى متفاعد ازايك يا سلمة؟ اما اللي اعترفت ان هي اللي حردت ماهر على قتل ياسر وكمان هي اللي حردت على ان هو يحط المسدس في مكتبك عشان يخلصه منك في الشرك اليوم بس علاء ما اعترفش انه حط المسدس في مكتبي القدي مش محتاج اللي اعترف دا في الاخر عشان يسبت برقتك دلوقتي فيه متهم غيرك معترف بالتحريط بالقاتل واللي اعترف سيد القدلة يا سلمة اللي اكل بيده مات مات بس قبل ما يموت سيد فيديو دليل برقتك محكمة حكمت المحكمة حضوريا وباجماع الاراء ببراءة المتهم شريف محمد العايش من كل التهم المنسوبة اليه رفعت الجلسة الحمد لله مبروك يا شريف مش قلتلك يا بارك فيك يا سلمة تسلمي لي خبينا خليك اليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله بصراحة ما قدرتش أستنى أكتر من كده أنا حتى جبت نص اللبس بنات وولد رب ناسه ما تطلعيش حامل في توقامين لعبش للدرجات دي عايسة ما هي اللبس مش هيخسر ينفع للبيبي اللي بعده تعافي أن أنا بقليك تيل ما شفتكيش فرحان قبل كده ربنا كبير قوي يا عايسة أنا كنت خايفة قوي موضوع الحامل دي تأخر أكتر من كده مش هتروض؟ لا ده رقم ما رفوش قلت ليش يعني أنك هتركعتين ما كنتش عارف أن أنا رجع هو إيه لحظه؟ راني عارفت أننا تجوزنا نايم كان مرائبنا ورح بلغها تعمل إيه؟ مش عارف طلبة تطلق طلقها؟ ما تنسيش أنها حامل خير يا دكتور حضرتك مين؟ أنا جزة أنا ممتها بنتي فيها إيه؟ جيدنا نلحقها ونقف النزيف النزيف؟ النزيف ده جالها من إيه؟ واللهي منوش أي سابق بس واضح أن حالتها النفسية سيئة طب طميني الجنين نعوض عليكم ربنا إن شاء الله منوش أي سابقا كان نهمنا ننقذ حياتها هي والحمد لله أنا جاءت على قد كده السلام عليكم لا حاوض أنا أخي تعلم لا معنى شهر ربنا يعوض عليكم إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 عشان صعبان عليك ويمكن علشان ما تستهلش اللي احنا عملنا فيها انا مغلطش لما تجوزتك يا عيسى انت كمان مقدرتش تنساني بيها مش عارف انا كل اللي عرف ودلوقتي ان انا مش هينفع كمان معاك ونتو الاثنين وانت تكمل معها ليه اصلا وهي ايه تكتلقني لو كان على شغلك معها فانا كمان عندي شركاتي وانتو انا متجوزتش راني عشان شركتها فهيسيبها عشان شركتك ففهميني اللي بيني وبين راني حاجات كتير مش هقدروا صفاري حتى لو ما كانتش قدرت ان هتخلينا انساكي كنت متأكد ان احلاقيك انا طبعا خفتي تيجي تقعد عندي عشان مسألكش نوع على ايه انا مش عارف نوع على ايه نوع على الصح طبعا هو ايه الصح؟ رانيا راكنا عندما بتها وصارا راكنا في اسكندريا وكل واحدة فيه ان مستنيا انك تسحبها وتقولها انا ليك الواحدة بس انا متأكد بقى انك مش هتجلط المرة دي عشان اعارف كويس قوي انك ما تقدرش تعيش من غير حب حقيقي نظر rat ون اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة